موشي موش أصدقائنا رجعنا وجايبين معنا حكاية عنجة نار وحريقة رح تعجبكم كتير ورح تلاقوا إنها كمان ممتعة بشكل غريب جدا ومن المنحوات اللي رح تحبوهم وتستلطفوهم خلوكم متابعين لأنه رح ننهيها بسرعة وما رح تحسوا من كتر الحماس قبل ما نبدأ صلوا على رسولنا الكريم واشتركوا بالقناة وفعلوا الجرس وليتس جو طيب خلينا نبلش عنا إمبراطورية اليونا وبهي الإمبراطورية بهالليلة تحديدا كان فيه جنازة عم تنقام في القصر الإمبراطوري وكانوا عم بيقيموا عزاء للأميرة اللي تركت قال عأساس قلوب الكل حزينة خلفها وتوفت وخلاص وبيحكوا لازم نتقبل هالحقيقة الصعبة صاحبة هالجنازة هي الأميرة اليوناروف ارتسلا وهي فعليا جميلة جدا بس اختفت من حوالي 6 شهور من الأصل الإمبراطوري وكل البلد كانت عم تعمل بجد لا تلاقيها لكن ما حدا قدر يعثر عليها وبالنهاية أقاموا جنازة عيدون وجود الجثة حتى لكن بالحقيقة كل الموجودين ولا حدا فيهم أبدا حاسس بأي حزن عليها بالعكس الناس عم تتطاوب واللي ممهتم واللي عم يذكرها بشكل سيء ويحكي إنها كانت مثيرة للمتاعب ما حدا فعليا تأثر على وفاة ارتسلا إطلاقا وبيكونوا الناس عم يستندوا هالجنازة لتخلص حتى الامبراطور نفسه ما كان مهتم بس المثير للصدمة إنه هي نفسها الأميرة كانت عم بتراقب جنازتها وتقول توقعت هيك بس ما توقعت يكون عزاي لهالدرجة من السوق الكل بدو يروح والكل مستعجل لا يرجع ويرتاح وما حدا إطلاقا مهتم فيها المهم فجأة واحد بينتبه وجود تعلب على المقعد وبيستغرب من هالشي لنلاقي المفاجأة إنه الأميرة ارتسلا هلأ هاد هو الشكل اللي بيشوفوا الناس حواليها ما حدا أبدا بيقدر يعرف إنها هي والكل شايفة إنها مجرد تعلب كيف صار هالشي خلونا نعرف بلش كل الموضوع لما أدركت أرتسلا قوتها بسن مبكرة بالماضي كانت إمبراطورية ليونا مباركة وطبعا كمان كانت هي وهالمأدب اللي كانت مليئة بالمجد الإمبراطوري كان الكل بيدعو للسلام في الإمبراطورية وكانت سمو الأميرة رح تحضر هالمأدبة طبعا كانت عم تنقامع على شرفها وهي كانت كتير مبسوطة إنه الكل مظهور فيها وشايفها بنت جميلة وحاسين إلها فخر للإمبراطورية فعليا وهي حاسة بكل هالحماس حواليها لا لحظة كانت متحمسة كتير لكن اللي صار إنه كان فيه تمثال ضخم جدا رح يوقع عليها ولكل شعر بالخوف لكن فجأة التمثال طار وما إيجاع عليها الكل حكى إنه هالشي معجزة لأنه التمثال ما قتلها وبالعكس ضل واقف فوقها لكن أرتسلا عرفت إنه هي اللي مسؤولة عن هالشي اللي صار وإنها مقوة حدا من الد الخارج وإنما قوتها بنفسها وإلاك فعليا دفعته وجربت تشوف وحصل هالشي وتأكدت إنه قوتها هي مباركة الكل انبهر فيها أكتر وعجبته قدرتها واعتبروها فعلا بركة لكل الإمبراطورية وطلبوا منها تحكي أي شي فكان كلامها هو لو أي حدا بيتعرض لإمبراطورية ليونا رح يشوف مني الويل ورح أسحقه لحالي تماما أما هي فحست إنه كل السعادة وكل الخير رح يكون بطريقها للأبد وكانت سعيدة جدا وقعدة مع إمها وتحكي لها صح أنا كتير شخصية عظيمة فبتحكي لها إمها مكتير بما أنه سمعت إنه اليوم كان عندك كتير أخطاء بالإملاق فبتحكي لها إنسيبي من هالجهة أنا بحكي عن الوضع الثاني فبتضحك إمها وبتقولها أوكي هلأ وقت النوم ونامي بسعادة وبعدين بنفكر هي طبعا حطت حالها لتنام لكن من كتر ما كانت متحمسة ما كانت قادرت تركز حتى أو تقدري تفوت بالنوم وكانت عم تحكي متأكدة إني رح أكون أفضل ساحرة بالإمبراطورية لكن اللي صار كان شي مختلف تماما فجأة وهي نايمة لقيت تائرة سحرية عم تفتح ونصوص كتير عم تلتف حواليها وفجأة صارت في عندها ذكريات مثل الأمواج هاي ذكرة حصت إنها شافتها من قبل وبوقت عرفت إنها كانت حياتها الماضية لما كانت عايشة بعالم مختلف بالحياة السابقة وتوفت فجأة طبعا هي دوبها تذكرت هالأشياء وتذكرت كمان إنها هلأ بعالم مختلف تماما وإنها بتعرف الأحداث اللي رح تصير فيه وإنها رح تكون منحوسة لأنه لو صار الموضوع فعليا فهي تلقت لعنة رهيبة بعمر الثمنتاش ورح تعيش حياتها وتموت رح تكره من كل الأشخاص في الإمبراطورية وبطول إنه ما كان حدا بيعرف بكل الأسرة الإمبراطورية حتى عن وجود هاللعنة وبالنهاية كان لازم يتحقق فيها لحالها وبالنهاية كمان تبين لها إنه إن حطت هاللعنة عليها يمكن لأنها ساحرة كتير أسطورية ما كان فيه إلهامة هيل أبدا تشعر بالحزن وبتحكي ما بدي ينتهي فيه الموضوع مثل اللي صار بالرواية وبما إني عرفت بالزبط واللي رح يصير أتوقع إنه رح أقدر أغير مصيري بس اللي صار كان شي مختلف وانتهت كل جهودها بموتها كشخص وحيد وبائس وباللحظة اللي توقعت إنه كل شي فيها انتهى فتحت عيونها مرة تانية وكانت معجزة العودة ومن هداك الوقت الشي الوحيد اللي ضل ثابت هو يكرهي الجميع لإلها لهيك هي حاولت بس تكون محبوبة وسعيدة واكتشفت إنه السلطة والشرف والثروة ولا شي إله فائدة لهيك الأفضل إنها ما ترغب بأي شي ولها السبب بحياتها التانية قررت شي مختلف وإنها خلاص تخلى عن رغبتها إنها تكون محبوبة من قبل الناس وبالمقابل تخصل على السلطة والفخامة والثروة وكل الأشياء التانية بما إنه ما في حدا رح يقدر يحبها كل الأحوال والكل رح يوقف ضدها لهيك خلاص صارت الأميرة اللي تتجنب الكل والكل بيتجنبها والإشاعة تملاحقتها بكل مكان وكانوا يحكوا عنها مثيرة للمشاكل ومركز لكل الأحداث السيئة والغريبة وصار الكل يشوفها متغدرسة وما حدا يطيق يشوفها ومع إنها كانت مكروهة من قبل الجميع إلا إنها صارت أعظم ساحرة بالتاريخ الإمبراطوري وبيوم من الأيام وكعدتها فجأة مات والدينها وصرعا ما اكتشفت إنها كانت مؤامرة من قبل سحرة الظلام لأنهم كانوا عم يهدفوا لإنشاء إمبراطورية ناسبهم دايك خلت عن رغبتها إنها تكون محبوبة بس ما تخلت عن اللي بتحبهم ولهي قررت شي واحد وإنها رح تلاحق الأشخاص اللي أذوا عائلتها وقتلوهم وتنتقم منهم لكن لأنها الأميرة أكيد كانت وهمة تروح تكون معروفة لهي قررت إنها تحول حالها لتعلب لا تخفي هويتها حتى هداك اليوم لما كانت تطاردهم وتحولت بالطريقة المعتادة ولما كانت على وشك الموت فجأة بحادث لما فتعت عيونها ما قدرت أبدا ترجع لشكل الإنسان من تحول التعلب وضلت تعلب على الأنة جربت كتير ترجع وحاولت بكل الطرق لكن على الفاضي وبما إنها اختفت لفترة 6 شهور خلاص الكل توقع إنه الأميرة ماتت وعملوا لها عزوناه الموضوع ولعك إجت لهون لا تشوف إذا بتقدر تعرف أي شي خلال جنازتها لكن للأسف كانت جنازة بائسة لهالدرجة الموضوع بتحكي هلأ موقت الحزن ولازم ألاقي طريقة أرجع فيها لحالتي الأصلية ولازم ترجع سمعتها كرمال سمعة أهلها وكرمال أمن الإمبراطورية اللي تلوثت بالسحر الأسود وبتساءل إذا في طريقة ممكن تساعدها بعد ما إنها علقانة لهالدرجة من فترة طويلة وبتحكي إنه ممكن شخص واحد بس يقدر يساعدها وهو يخطيبها الدول الأكبر هانرسون أديلاسيا لأنه هو بينتمي لعيلة سحرية على مدار الأجياد لهك بتقول يمكن عنده بيانات عن حالات سحرية نادرة لهك لازم تلاقي البيانات المتعلقة بحالتها بالضوئية بس المشكلة الوحيدة إنها مو واثقة إنه رح يزاعدها بما إنه الخطوبة كانت رسمية وبشكل عادي ومو يعني ناتجة عن حب مع إنهم كانوا لتنين أصدقاء طفولة لكنها مو واثقة من هالشي وبتقول على الأقل اللي بعرفه إنه هو بيحب الحيوانات لما كان طفل لهك ممكن أأثر منه كهتعلب وحيد مسكين وأقدار أشرح له ما بعرف إذا رح يغضب لو اكتشب إنه تم خداعه بس ما في طريقة تانية لكن الأغرب كان إنه هو إطلاقا أصلا ما إجا حتى لا يحضر جنازتها وبتقول صاح هو بيكرهني كتير لدرجة إنه ما رح يحضر الجنازة أصلا شو كنت أتوقع إنه يعمل لكن فجأة لما الكل خلاص يروح بيجي هو فعلا وبيظهر ويفوت هني السنهاد للعزاء وبيوقف قدامها وبيحكي بتسأل هل فعليا توفاتي أنت ممن الأشخاص اللي بيموتوا به السهولة وبه السرعة وبيحط الورد على قبرها لكن هي بتيجي لعنده وبتنادي باسمه اللي متعودة تنادي فيه سيون وبتحاول تنادي فيه هو طبعا بيتفاجأ وبيقول هل عم بسمعها الوزات بس هاد فعليا صوت أرستالة وبيلف عليها لا يلاقي اللي قدامه موجود تعلب وتحكي له فعلا هاي هي أنا وتقول مستحيل هل عن جد تتعرف علي أو عرفني طبعا هو بيلفك وبيقول تعلبه صغير وبيتطلع فيه وبيقول إنه تم خداعه زمان من طرف أرستالة مرة لما فقدت تعلب وبعدها بوقتها اكتشف إنها طلعت أرستالة لهيك بيقول مستحيل معقول فهي بتكيف وبتحكي واو طلع كتير زكي سيون وشكله عرف إنه أنا هي نفسها أرستالة وبيقول مستحيل مو معقول تكوني نفس التعلب اللي شفته هديك المرة فبتنصدمي وابتحكي شوي ما تعرف علي ما ضل إلي إذن خيار ثاني غير إني أتصرف قدامه بلطافة طبعا هو بيفهم وبيحكي هل عم تطلبي مني أخذك معي فبتحكي طبعا لكن هو بيقولها بس أنا ما بدي هالشي ثنجلت هي أكتر وبيستغرب هو وبيحكي لها ليش عم بتحاول تغويني لآخذك فبتحكي لو شو هالغباء أنا عم بتوصل لإلك لحتى تاخدني معك فبيرفعها هيك وهي بتصير تصرخ وتقول له لا تمسكني من رأبتي فبيبتسم هو وبيحكي إذا بتاكرح أخذك يعني للتوضيح هو أبدا ما فهم الكلام عليها أو عرف أي شي وفعلا بيقرر ياخدها وهي بتتساءل كيف اقتنع بهالسهولة وهو بيقول بينما أرستالة مختفية من كل أنشطتي بصفات الدوق الأكبر اللي عملته أني أجريت بحث واصل النطاق لحتى ألقاها لكن ما لقيت أي دليل حتى لمدة 6 شهور ما قدرت ألقى أي شي وفجأة صار لها جنازة بدون جثة شو اللي صار وشو اللي صار لكبال أثناء بيرجعها للبيت وبيحكي وصلنا يا تعلب وتفضل وهي بتتساءل شو اللي عم بيحاول يعمله فبيحكي لها يلا صار وقت الاختساد وفعليا تاني يوم الصباح بتشعر باللطافة وإنها نايمة على تخت مريح والشمس عم تكون على وجهها وبتلاقي زيون جنبها بتتفازق كتير وبتحكي شو اللي صار لا تلاقي حالها لسا تتعلب وما تغير أي شي وبتقول على الأقل نجحت إني أدخل لهالمكان وعلى الأقل كمان إنه جسمي نضيفه ريحتي حلوة بس مقادرة إني أصدق إني بهالعار مرة تانية وإنه عم بيعملها كأنها تعلب بينما هي الأميرة الأكثر نوبلة في الإمبراطورية وليك بتيجي قال لا تضربه وحرفيا هو بيفي على الشي لأ هو بيحكي ليش متوجع من وجهي ما بعرف هو دوق ولا هو فافي وهي بتحكي مو أدري أصدق إنه فعليا حسب هالشي وقديشه فعليا شخص حساس بتفكر إنه عرف قال إنها ضربته وبتخاف كتير لكن هو بالعكس بس بيغطيه وبيروح وبتحكي مع أحلى الحياة وأنا بقدر أهرب من كل شي لأني مجرد حيوان صغير وبتقول بما إنه عانيت كتير الفترة الماضية خليني اليوم بس أرتاح لكنها بتفق على أصوات الخدمات اللي موجودين حواليها وهم عم يحكوا إنها كتير حلوة وإنه بفروها بيشبه التلش وهي بتضايق وبتنزعج منهم لكن بتسمعهم بيحكوا شو رح نعمل لأنه الدوق ما بيحب الحيوانات بالمرة وأكتر شي ما بيحبه هم التعالب هي بتحكي بعقنا شو هالكلام مستحيل سيون بيحب الحيوانات كتير وأكتر شي بيحبه التعالب تحديدا لهيك ما أصطاده ولا مرة وبتحكي إنه كان سعيدة كتير لما شافني مبارح وكمان جابني للبيت لهيك أكيد هو بيعرف هالشي لكن هم بيفكروا إنه دخل بدون معرفة أي حدا وبيخافوا من هالشي وإنه ينزعج بتخاف هي أكتر وبتصير تسرخ طبعا مع حالها إنه لوين رح تودوني أنا هون بضيافة سيون ولازم تسألوا وبالنهاية بعد كتير كلام بيقرروا قال يروحوا ويخبروا كبير الخدم لا يعرفوا كيف يتصرفوا معها وبتطوى واحدة من الخاتمات لتروح تخبروا فإنما بيضلوا لتلاتة واقفين فوق راسها بتخاف منهم ومن نظراتهم لتكتشف إنهم بالعكس كتير حابين شكلها وبيبلشوا يلعبوا معها وبتقول عن جد لكل حاببني وبتحكي حتى لما كنت طفلة سيون بنفسه إن بهار بشمالي لما تحولت للمرة الأولى لتعلب وخلاني طول اليوم بين إيديه ولدرجة إنه ما كان بده يتركني بتنظحت من الخدم وبتحكي هل بقدر ألمسه وبيبلشوا كلهم يلعبوا معها وبتشار هي بغرابة كبيرة وبتقول بأول لحظة لمسني فيها حدا ما بعرفه تذكرت أكتر شخصين بحبهم بهالعالم وهم أمها وأبوها لما كانت طفلة لما كانوا يضموها كل يوم ويحبوها أكتر كل مرة وبتنعرف إنه أهلها بينادوها لالا وعجبني الاسم وأحنا هيك رح نناديها وبتقول ياريتهم كانوا عايشين هلأ كانوا أكيد فوراً اتحرفوا علي إني تعلب وأكيد كان يعرفوني وحملوني وبتحس إنها كتير مش تأكلهم لكن فجأة بيجي سيون بنفسه وبيحمل التعلب وبيطلع فيها هيك وبتسأل حالها معقول بده يطردني ومو طيقني لكن سيون بيحكي هالتعلب إلي ورح أحتفظ فيه بيتفاجأوا كتير وبيحكولوا عن جد وبيقولهم هات خلص إلي فبتشعر هي بكمية سعادة وبتحس إنها متلكة الكوكب وبتشعر بالفخر لكنه بيبلش يسقط فيها وبيحكي إنها التعلب كتير عنده عادات سيئة ومو شخص نيح بالمرة بس مع هيك هو التعلب عاجبني لهيك لا تتجاهلوا إطلاقاً ونفزولوا كل الطلبات اللي بتوياها فبتشعر بالسعادة وبتقول أخيراً رح أبقى هون لفترة من الوقت وأدور على طريقة أرجع فيها لجسدي بسرعة بيجي بعدها أقرب مسعر لسيون واسمه لوين وبيحكي له هذا هو التعلب اللي حكيت إنك رح تربيه إحنا حتى ما بنعرف من وين إيجا لهيك الأفضل نبتعد عن الحيوانات اللي ما بتتعرب حتى على سيدها قصده يعني إنه التعلب مو من نوع الحيوانات اللي ممكن يتربى وبنلاقيها أصلاً كتير عادته بإيديه لهيك ليون أبداً مو عاجبه الوضع وبيحكي له لو مصر على وجود التعلب رح أليلك التعلب أفضل على الأقل يسمع الكلام فبتشعر هي بكتير غضب وبتقول واضح إنه بده يتخانق معي فبيحكي سيون فعلاً هو ما بيتعرف على سيده وعنده شخصية مو ظبطة بس مع هيك هالتعلب بالفعل تعالبي وبيخصني إليه وبيحكي له ما بقدر أبداً أترك تعالبي يكون بإيدان شخص تاني هو فعلاً متير للمشاكل بس لازم أطعمي وأربي وبيجي ليلمسها فبتقوم لالا بتعطه وبينجلت ليون وبيحكي له عن جد متأكد بدك تخلي هيك حيوان مفترس معك فبيحكي له لا تقلق هو بس مبسوط وعم يطلب مني إنه أعطيني فيه فبيقوله ليون عن جد متأكد إنه هذا هو الشي اللي عم يحكي فبيحكي له فعلاً لأنه من زمان كتير كان في شخص أخذ تعالبي العزيز وهلأ هو رجع لي بنفسه فبتنصدم لالا إنه لسه متذكر حرفي يعني التعلب اللي من الطفولة وهو بوقتها فكر إنه لالا أخذت تعالبه وماعرف إنها هي نفسها وليك بتقول عن جد مقادرة أسد إنه طلع متعلق بذاك التعلب لهالدرجة يعني فيه أنا المهم لا يم بيقوله طيب على كل الأحوال أنا جيت لأخبرك بشي بالقاونة الأخيرة لقينا آثار لاستخدام السحر المحضور فبتحكي أخيراً حصلت على معلومات للسحر الأسود وبتقول بيرفكت أخيراً وصلت لطرف الخيط وبيقدم له الرسالة اللي لقيوها وبتحكي هي إذا توصلت مع المساعد أتوقع إنه رح أقدر أحصل على معلومات أكتر لكن لأن هذا ما بيشعر بيراحة تجاهها ومو حاببها لك بتقول حيكون الموضوع صعب أصلاً بتنط واحدة ثانية وبتحكي العيد كمان أدل إضافية رح أنظمها وأقدم لكم إياها فبتحكي طيب هلأ أقترب منه هلأ وبتقرر بما أنه هيك الوضع تروح تلحق البنوت الموجودة وبتحكي من زمان توقفت عنه حاولت إني أخلي أي حدا يحبني بس هلأ لازم أعمل أي شي حتى يرجع لي اللي صار وأقدر ألاقي دليل على مين أتى الأهلي وبتلحقها فعلياً وبتنتبه البنت عليها وبتلتفت لها وبتحكي لها عن جد تلحقتيني كثير من بيني لطيفة عن قريب وبتحملها وبتقولها تمام تعالي معي لكن بنلاقي سيون انتبه عليها وطلع ليشوفها ويشوف لها شو عم بتخطط بينما بتأخذها هي حتى تطعميها وبتأكل كثير وبتقول من زمان ما أكلت وشعرت إني شبعانة لها الدرجة وقال اليوم كمان بيلاقوا إنه سيون أكل من كل الأطباء اللي تم تجهيزها وهو شي كثير نادر يصير وبيتسألوا الكل إذا هاد بسبب التعلم اللي موجود وإنه غير له مزاجه وبييجي بعدين كبير الخدم وهو حرفيا بدو يبقي من السعادة وبيحكي له هل اخترت باسم للتعلم فبيقول ما بعرف فبيحكي له لازم نلاقي له اسم ما بينفع نضل النادي بالتعلم فبيحكي فعلا طيب شو الاسم اللي جيد اللي رح يكون فبيحكي له واحد من الخدم سمعت إنه الحيوانات بتتغير حسب اسمها ومعنه كلام ما بيتسدأ بس يعني هذا هو اللي بيحكوه فبيبتسم وبيقول إذن لازم نلاقي له اسم جيد فبينصدموا كلهم إنه بتسم وبيشهروا بالستعادة فبيقترب هيك وبيحكي له بما أنك كتير مو مطيع شو رايك نسميك سونسون وهو معنى أصلا إنه موطيع فهي بتغضب فبيقول اسم بك حلو كمان بس لستاتة كتير صغيرة فبتحكي ما بدي فبيحكي لها طيب شو رايك باسم لالا تنبهر هي كتير وبيتقول مش معقول هل فعليا نعرف إنه هاي هي أنا نفسها ومثل ما بنعرف لالا كان اللقب اللي بينادوها فيه بس أفراد عيلتها المقربين ومن ضمنهم كانت فيها المقرب سيون فبتطلع فيه هي هيك وبين الغضب وبين السعادة فبيحكي لها واضح إنه الاسم مو كتير عاش بك هي طبعا بتكون عم تتساءل إذا فعليا نتعرف عليها ولا الموضوع مجرد صدفة فبيقترم منها وبيقولها واضح إنه هالاسم ما كتير عاش بك من خلال النظرة اللي على وجهك وبيرفعها وبيحكي لها إذا رح أعطيكي اسم ثاني إيرستيلا طبعا هي بتنصدم كتير وبيحكي لها ليش موجودة بهالمكان بهالشكل هاد بتعصب أكتر وبتقول فعلا كان عم يعرف كل شي وهو بيحكي لها شو الهدف إنك تتسللي بهالطريقة وبتحكي هي ليش عم يسألني كما لو إني مجرمة أما هو بيحكي لها هل فكرتي إنه مستحيل ومعقول ما أتعرف عليكي معقول إنه سمعة الأميرة العظيمة شي كذبي لأنه حتى هويتها مو قادرة تخفيها بتقول هي ما توقعت أبدا إنه يعرفها بسرعة وما قادرت تكتشف كل الأخبار اللي بتحمل السحر الأسود وليك بتكون معصبة منه كتير لأنه ما توقعت هالشي يصير وبتحكي شو المشكلة بينه هو بيوقف عن يتطلع فيها ويستنىها تعمل أي شي لكن هو بيقول إستلا من وقت كتير طويل يمكن أنت ما بتتذكري بس بوقتها كان قاعد سيعن معها وحكي لها إنه بده تعلم وبيحكي لها إنه من وقتها لما كان صغير وإيش أخبرها إنه شاف تعلم وإنه بده إياها هي أصلا كانت هداك التعلم وهو طبعا قادر يتعرف على هالشي من العيون الذهبية اللي ما حدا بيمتلكها غير لالا لأيك بيقول إنه من وقتها يا هبلا كنت أنا بالفعل بعرف إنك هي ومع إنك دائما حاولت تخفي هالشي عني إلا إني كنت بعرف هالشي لهيك ليش جيتي لا تشوفيني بهالشكل وفعليا يعني بيكشف لها كل شي وبيكون عارف كل شي براسها وكل شي حتى صار معها وبيقولها لأنه السحر الأسود واضح إنه جاي تبحثي عنه هون لما اختفيت بملكية بروتو وشكلك ما قدرت تترجعي لشكلك الأصلي لهيك أنت على الآن بهالشكل وعم تبحثي عن شي رجعك لإنساني يعني حرفيا طلع مكتشف كل شي وطلع زكي مو متل ما هي بفكرة وبيحكي لها ليش طيب ما تطلبي ليش دائما بتخلي كل شي سر ليش ما تطلبي المساعدة وبما أنك هلأ هون بالدوقية الكبيرة فما رح أترك الموضوع يبضي فهي بتحكي بعائلها ليش هو كتير آسي وبيحكي لها بما أنه ما بتقدري تحكي لي شو اللي صار وكتبي لي على الأقل وأنا رح أقرر إذا رح تبقي هون أو لا ما الأثناء بيفوت ليون عنده وبتقول ما كنت مصدق إنه فيه يوم رح أفرح لو شفته لأنه يعني إجا فقطع الحديد المهم ليون هاد بيجي وبيحكي له إنه في عنا مشكلة تقريبا إجا وريد الماركيز هافلنج للسيارة كمان جاي مع السيد باتريك فبيغضب شوي هيك وبيقول طيب خلينا نروح وبنعرف إنه هاد ليتون هافلنج هو ابن أخو غير الشقيق يعني أخو غير الشقيق تزوج وخلف هالولد اللي اسمه ليتون لكن اللي يصار إنه أخو ومرته توفقوا فسأب حادث وليك ليتون هو الوريد الوحيد وبما إنه بعمره صغير لازم يكون عنده وصي وباتريك هو الوصي اللي يجاي معه وبوقتها لالا بتنصدمه بتقول ليش لسا باتريك هو الوصي على ليتون أنا قبل ست شهور حاولت أمنع هالشي ليستمر وبتحكي بعدين باهتم بسيون والوضاع اللي أنا فيه أما هلأ فلازم أساعد ليتون وبما إنه سيون ما بيثق فيه لازم ألاقي شخص تاني يساعدني وبتروحه بتركض لأنيسة البنت اللي حبتها وبتحكي له هذيك هل بدك حضن وبترفعها وبتسمع وقت الكلام إنه باتريك عم بيحاول يستخدم هذيك الحادثة كذريعة لا يمنع سيون إنه ياخد حضانة ليتون وبيحكوا ما بفهم ليش لازم سيون هو اللي يكون مسؤول عن التصرف اللي تصرفته الأميرة فبالتالية وبتحكي عن أي تصرف عم يحكو فبيقولوا لو ما كسرت رجل السيد باتريك كان يقدر هلأ ياخد ليتون ويكون الوصي عليه وبتتذكر لالا هالحادثة قبل ست شهور قبل ما تختفي هي قامت بفحص قوة ليتون السحرية وبوقتها حست إنه المانها تاعته كانت كتير غريبة ومتخيرة وباتريك بوقتها عرفت إنه هو السبب لأنه عم بيكون كتير سيء بالتعامل مع ليتون هالشي كتير زعجها ولعيد بلشت تحكي معه وتقوله معاملتك كواصة كتير سيئة فبيحكي له عن شو عم تحكي أنا بس إنسان صادق وبحكي له كل الحقيقة كان كتير يضطهده وبيقول أنا بس بحكي له إنه طاقته بتخزي فبتحكي هي إنها كانت إنسانة هبلة وما بتقدر تتعامل مع الأمور بالكلمات لا هي قررت بوقتها تستخدم القوة ومع هيك لأنه معنى تليتون كانت بتتغير لحالها كان هالدليل واضح إنه بيتعرض لإساءات شديدة وبدل ما تفكر بالموضوع تصرفت بهذاك الشكل المهمة بتوصل لعنده وبتقرر إنها تتصرف هالمرة وما تترك ليتون لحاله وبتتسلل لوحدة من الغرف اللي بتقول إنها كانت تتروح لهم وهي طفلة المختبر السحري لدوقية إيدالاسيا وهو المكان اللي كانت تصنع فيه عناصر سحرية جديدة وتخبيها لأنهم كانوا كتير خطيرين وبتقول مو قادر أصدق إنه ما تمرميهم لها وإني رح أستخدمهم لحيك حالات ولها الشكل هاد وبنثق إنه بكل مرة باتركبية يجم عليتن يتناقشوا بنفس الموضوع إنه سيان عم يقترح عليه خلاص يصير هو الوصي لكن باتركب يحكيله مو قادر أتخيل إنه منطق دوقية إيدالاسيا تتدخل بالمركيز هافلينغ لهيك مو منطق هالشي وما تعتبر لي إياها إنها خدمة كرمال رابط التم اللي بينكم فبيحكيله سيان مع هيك فكر مرة تانية إحنا عنا السحر وعنا موهبة كبيرة وبنقدر نعلمه بهالمكان وبما إنه بيمتلكه وهو شي نادر فبتوقع إنه هذا هو الشي الأنسب لكن باتركب يحكيله ماركيز هافلينغ بيتسم بإنه لازم يكون عنده فن المبارزة ومو السحر إيك لا تقلق حلينا لكن سيان بيقوله بس ليتون ما بيمتلك جسد بيقدر على يمارس المبارزة لأنه هو مثل والده بيمتلك موهبة سحرية كبيرة لكن جسديا هم ضعيفين ولهيكسيهم بيكون قدام خيارين الأول إنه يحثرهم رأي الوصي وفعلا يتنازل عن ليتون والتاني إنه ياخده بالقوة ويرسله لأكاديمية السحر بس طبعا هو لما يفكر فليتن بيقرر إنه لازم يساعده ولكن بيسأل باتريك كمان مرة أنت عن جد مصر إنه ما بدك تغير رأيك فبيحكي له باتريك أنت اللي المفروض تغير رأيك ومو أنا بها الأثناء بتفوت لالا وبينصدم سيون إنه شافها وبيحكي شو جاي تعمل هون بتفوت وبتقعد بحضن باتريك وطبعا بيضطر إنه يرحب فيها ليش؟ لأنه بإمبراطوريتهم في اعتقاد إنه سمعت الشخص بترتفع كل ما كانت الحيوانات بتحبه أكتر لهيك طبعا هو مضطر يتقبلها ويقعدها وبيبلش يربط عليها وهي كتير أرفانة منه وحتى سيون ما بيكون مبسوط إطلاقا عن الوضع اللي عم بيصير يسأل باتريك شو هالتعلب فبيخبروا إنه التعلب بتتم تربيطه عند الدوء الأكبر سيون فبيحكي مو قادر أسبد إنه لهالدرجة تعلمك بيحبني واضح إنه بيحبني حتى أكتر منك وإني شخص أفضل منك حتى بينما سيون بيكون هيك عم يطلع فيها ويسألها شو اللي عم بتحاولي تعمليه وهي بتأشر له إنه بس راقب لأنه كل شي رح يصير بشكل جيد فبيحكي أوكي واضح إنه عندها فطة وخليني أترك لها الموضوع وفعلاً هي بتحط طبعة سحرية عليه وبتقول إنه لو حاول يقضي ليتون بأي شكل من الأشكال راح يتم عقابه من خلالها أما بعدها نبتنط وبتروح توعد بحضون سيون وهو بينزاج قال إنها ليش بععدت عنه وبيحكي مع إنها تعلم إلا إنه مبين وكأنه سيدة ولايك بيصرخ في ليتون وبيقول له امشي خلينا نرجع وبيحكي له سيون انتبهوا بطريق الرجعة بس ما انتهى الموضوع لأنه رح أرجع أحكي معك في مرة تانية فبيقول له باترك رأيي وقراري هو الأخير وما رح أرجع أغير أي شي وبيقول له لو رجعت تعرض لمرة تانية رح أضطر أحكي مع العيلة الإمبراطورية فبتطلع هي هيك وبتقول هتا فينفكر إنه العيلة الإمبراطورية رح تحميه المهم ليتون المسكين بحوزن هيك بيقول أوكي أنا هلأ رح أروح وبيحكي له وداعا لكن لا لا بتلحقه وبتوقف عنده هيك وبتحكي له بليز لا تروح وبتمدله إيديها وبتوعده إنها رح تساعده وتكون موجودة بأي وقت بيحتاج في المساعدة وبنعرف إنها لما عملت هالحركة هضطت كمان طباعة سحرية على ليتون وهيك رح يتم الكشف عن كل شي وبتقول إنها رح تستنى سوفيا هافل وهي جدت ليتون لحتى تساعده وهي صانعة القرار الحيب على العيلة وما رح تسكت إطلاقا لو عرفت إنه باتريك عم يضطهد حفيدها ولعيك بتستنى وبتقول بس لازم يصير أي شي لحتى ينكشف وننقذ ليتون المهم بعدين بيعود سين جنبها وبيحكي لها بعد ما يرفعها ليش مسكتي باتريك حطيتي عليه العنصر اللي شفته اللي أخدتي من المختبر السحري فبتحكي له طيب أسألني بدل ما تحملي بهالطريقة وبيحكي لها رح أعطيكي فرصة لا تحكي الحقيقة وأنا بعرف لا شو بيتم استخدام هالشي وبيفهم منها إنه رح يصير الوضع أفضل لليتون وبيقول تمام خلينا نستنى لنشوف وفعلا لما يروحوا باتريك وليتون بيقرر آل باتريك يعاقبه ليش ما حدا بيعرف بس هيك اللي بيضرب الأطفال يستهل إنه ينضرب ويصير فيه بيقترب هو هيك لا يضربه وبيحكي له لازم تتعاقب على التصرفك اللي ما حدا بيعرف شو هو لكن لايتون بيكون حاسز بخوفي كبير وبيتمنى أي حدا يساعده ولما ييجي لا يضربه أول سحرية بتدفشه وبتفعده لبعيد فبيفكر إنه لايتون اللي عمل هيك وبيقوله كيف بتعمل فيه هالشي باستخدام سحرك التافه هال الدول أكبر هو اللي خبرك بهالشي وبيقترب كمان مرة لا يضربه لكن بيرجع ينضرب ويبتعد لبعيد بيعصب أكتر باتريك وبيقوله كيف بتتجرأ تهاجمني رح أتأكد إنك ما رح تقدر تعمل هالشي مرة تانية فهل أثناء تظهر سوفيا وبتحكي له شو اللي عم تحكيه وكيف بتتجرأ تلمس حفيدي اللي رح يكون المركز القادم فبيحاول هو يبين لها اللي صار كان سوء فهم وبيقول أنا ما عملت أي شي وبيحاول باتريك قال يرمي الوضع اللي صار على ليتن ويقول لا هو بس كان حاسس بالحزن لايك حاول يضربني ويطلع غضبه علي فبيحكي لها ليتن مستحيل أنا ما عملت هيك شي إطلاقا لكن سوفيا بتحكي له يكفي تكذب يا باتريك وهذا السحر أصلا بيتفعل لما حدا يحاول يقضي الثاني يعني زيون بعاتلها رسالة وخبرها وقالها تروح تشوف وفعلا هي شافت كل شي بعينها لايك بتضم ليتن وبتقوله آسفة كنت غلطانة وكان بدي إياك تكون تتحمل تصير رئيس العيلة ولايك حافظت على مسافة بيني وبينك وبالنياي هالشي قده لأنك تتعرض لها الشغلات البشعة وبتحت زر له بينما بتطلب من الناس والحراس يعتقلوا لهذا وبعدها بتبعث سوفيا رسالة لده الأكبر سيون وبتتشكره كتير على اللي صار وأنه بتخبره أنه تم عقاب باتريك وأنه ليتن استغل موهبته ودخل أكاديمية السحر وبتحكي بغض النظر عن الأول اللي بيمتركها ليتن ما كان لازم خليته يتعرض لهالأشياء وبذل ما أنه أعرف أنه كان عندك علم وكان عنده عام حكيم تمكن بالنهاية يمنع حدوث مشكلة كبيرة بفضلك لهيك بتتشكره أكتر وبتقوله صنعت شي ممتاز لأجل ليتن وأنا سعيدة إنك عمه طبعا لالا بتقرأ الرسالة معه وبتحكي له هيك تعرف أنه كل شي صار بفضلي طبعا هي بتحكي بعائلها ومو سامع أي شي بس هو قادر يفهم على حركاتها وتصرفاتها وتحكي له هلأ لازم تخليني جنبك ورح أساعدك بكل الطرق وبتخاف إنه عم بيفكر يطردها وهو فعليا بيقدر يقرأ أفكارها هيك من خلال بس ملامح وجهها ويحكي لها أكام فهمت ما رح أسألك للي صار وما رح أطردك وبتقدر تعملي اللي بدك إياه فبتشعر بسعادة كبيرة وبتقول أخيرا نجحت وبتحس إنه بلشت هلأ لتلاقي طريقها بعدها بيجي ليون وبيقول له لقينا تقرير عن البحث عن سمو الأميرة تنبهر لالة كتير لما تعرف إنه سيون طلالة هلأ عم بيدور عليها بعد ما العيلة الإمبراطورية حتى تخلت عن البحث عنها وبتعرف إنه كان يدور حتى بدول أجنبية المهم سيون بيقول له أوكي شكرا وخلاص قررت أوقف البحث عن الأميرة ينصدم ليونو بيقول له عن جد مع أنك حكيت ما رح توقف لغاية ما تلاقيها فبيحكي له مو مشكلة هلأ صار الوقت لا توقف فبيحكي له حاضر تطلع هي هيك فيه بنظرة خبيثة وبتقول له إذا كنت مهتم فيه وعن تبحث عني وبيصعر هو بخزل كبير أما هي فبتحكي كتير مبسوطة إنه سيون لهلأ ما تغير ولساته نفس ما هو من وقت ما كان طفل الفهم سيون من كتر ما بيخجال بيحكي لها لو سمحت خلاص تتطلع فيه بعد هي النظرات الغريبة عني فهي بتحكي مو قادرة لأنه كتير سعيدة إنه عن جد طلعت لسه عم بتدور عني لأنه ما توقعت إنه فيه حدا أصلا مهتم فيه وشيون اللي كان خطيبي وصديق المفضل توقعت إنه علاقتي فيه كانت سيئة جدا بعد وضعي الحالي بس بعد برضه كل شي بالنهاية على إثناء لساتها مثل ما هي هالشي ما توقعته إطلاقا بعدين بيطلع فيه وبيقولها مستحيل هل فكرتي إنه ما رح أدور عنك ولا رح ألاقيكي ليش؟ هل صرت كمان هبلة بعقلك ومو بس بشكلك؟ فبتغضب كتير منه وبتحاول تيجي وتضربه وبتحكي إنها تأثرت لأنه ما توقعت إطلاقا حدا يجي يدور عنها لكن بزاة هالشخص يجي وبحث عنها وبتتسأل هالعنجاد هو كان دائما وسيم لها الدرجة؟ بعدين بيقولها بس على فكرة فيه كمان شخص تاني كان عم بيدور عليك بشدة عائلة تانية كانت عم تبحث عنك وهي عائلة الكونت أرجودي بس أنا عفكرة دورت عنك أكتر وعانيت أكتر بيحكي هالكلام بخجال لكن هي بتقول بس ليش بدهم يدوروا عني بستات هالشي مو عارفته إطلاقا والتحكي هي صح إنه العائلة هديك تتمتع بشعور قوي بالولاء للعائلة الإمبراطورية بس ما كان في بينه وبينهم أي اتصال أو روابط فليش عن جد بدلوا كل هالجد لا يلاقوني وبدلا من هالشي بتقول معقول لأنه هم بيستخدموا السحر الأسود فكانوا عم يبحثوا عني لحتى يقتلوني مثلا بعد دقايق بيجي العنهاد وبيحكي باتمنى تسمح لي أدخل شوي وبيحكي إنه جاي مع المدرب اللي رح يقوم تدريب هالتعلب من اليوم وكمان قال إنه الصنع طوء للتعلب تنجلت لالا وبتقول عن جد عم يعمل كل هالشي وبدو يعملني عن جد حيوانة مؤادرة أصدق سيون بالمرة لكن سيون المسكيني اللي كل إيدي ندوب بيحكي للايون ما تذكرت أبدا إني خبرتك تعمل هالأشياء فبقلوا ليون فعلا بس بمعنك بتهتم بهالتعلب مؤادر أتحمل ألائي ندوبات تانية كمان موجودة عليك والمرة الجاي بيلايهم على وجهك بهذا الإيديك فبتعاصب لالا كتير وبتقول ليون هاد مو طيئني بالمرة لكن بيحكي سيون هاد حيوان بري ولازم نروضه بس خلي المدرب يغادر لأنه أنا اللي رح أدربه بنفسي ولايك ما بحتاج أي مدرب بيعتزل المدرب وبيغادر فبيحكي له لا يونو اكي أنا كتير سعيدة أنه على الأقل رح أدربه فبيحكي سيون قلّا أصلا هلأ رح أواجيك أنه بيستمع لكلامي وبيحكي لها عاطيني إيدك طبعا هي بالأول بتعصب بس مضطرة ترد عليه خصوصا لما بيقولها لو رديتي علي رح أعمل قائمة عشا خاصة فيكي تنبهر أكتر وتحط إيدها بسعادة كبيرة ولايون مستغرب إنها عم تستمع لكلامه وبيعيدو هالحركة كذا مرة وبيحكي لها هلأ إذن زرتي بتستمعيلي ولو ضلّت إي تستمعيلي وتتبعي كلامي رح نعيش بدون أي مشاكل المهم هالشي بيذكرها بالماضي لما كانوا لتنين أطفال كان سيون دائما يحكي لها إنه رح يلحقها وإنه قوي مثلها لكن هي كانت قوتها الجسدية أكتر منه بهذاك الوقت ولايك كانت تخلي يضل يلحقها ويطعب كتير وبالنهاية ما يقدر يوصلها لغاية بعد عام كامل من التدريب لقدر أخيرا يمسكها بوقتها طلبت منه يعطيها إيدو ورفعته لفوق وعالجت جروحه اللي كانت موجودة وحكت له هاله هي إنك ضليت مستمر لمدة سنة هيك هالشي بيذكرها بالماضي وبتتساءل كيف انتهت فيها الأمور ووصلت لأنها هي اللي تصير محتاجة مساعدته وهيك بيقدر عليهم أنه فعليا يعني الدوء بيقدر يربيها ومو محتاج مربي آخر وبعدها بتحس إنه خلاص بما أنه سيون إبلين هالضل تتروح تتجول بكل الأصر وهي سعيدة جدا والكل حاببها وشايف لطافتها وبتقول مو أدري أصدق من بعد ما كنت بنت جميلة جدا صرت مجرد تعلبة والكل بيشوفني كيوت بس بتطلع على حالها وبتحكي كل الأحوال لو كنت تعلبة ولا كنت إنسانة أنا فعليا حلوة كتير وماشاء الله ربع تنثقة المهم بعدها بيجي سيون عندها وبيحكي لها وين عم تتجولي من الصباح فبتحصب منه وبتحكي له جاي تتخانق معي من صباحية الله فبيحكي لها ليتن إجا لحتى يلقي علينا التحية قبل ما يفوت أكاديمية السحر لهيك خلينا نروح ونشوفه فعلا بتروح وبيفرح ليتن كتير لما يشوفها وبيحملها وبيرفعها لفوق وهو لحاله مسميها بوكسل ما حدا سأله ليش المهم حتى ما بيرحب بسيون قد ما بيرحب فيها وهي بتشعر إنها محظوظة كتير وبيتشعر كمان إنه تغير عن آخر مرة وصار مرتاح ومتل قبل وحتى طويل المهم ليتن بيقولها في شي بدي أخبرك فيه شكرا كتير إنك سعرتيني لأنه حاسس إنه إنتي سعرتيني المرة الماضية فبتحكي له بيضمها هيك لدرجة بيخلقها بعدين بيلتفت لها سيون وبيحكي له شو رأيك أخدها معي لأكاديمية السحر سمعت إنه هناك طلاب بياخدوا كمان حيواناتهم الأليفة معهم هيك بليس خليني أخدها فبتنجلت لالا وبتحكي له بليس أكيد ما رح توديني فعليا فبيقول له رح أفكر بالموضوع فبيتموت هي من الخوف طبعا بعدين بيأخد هيك لالا منه وبيقول له الطريق كان كتير صعب عليك أكيد لهيك التاح واتركها هلأ وبياخدوا بيروحوا بينما لالا بتكون خايف كتير وبتقول أنا مرعوبة لأنه سيون كتير حلون اتجاه ليتن وكتير بيكون ضعيف معه لهيك هالفعليا ممكن يعمل هالشي بس لحتى إراضي ويخلي يظل مبسوط بعدا سيون بيبلش يحكي مع ليتن وبيقول له بكرة رح تغادر كيف شعورك فبيحكي له أنا الآن شوي بس كمان متحمس من الأشياء اللي رح أقدر أتعلمها فبيحكي له سيون انت فعلا بتشبه أهلك كتير ومثل تصرفاتهم وبيقول له لو رحت للأكاديمية رح تكون قادرة تتعلم وتجرب كتير من الأشياء وهالشي رح يزيد ويتطور موهبتك لهيك هدول هدية لإلك وبيعطيتهم كتب سحر وبيحكي له رح يكون مفيدة كتير تقرأهم لا تتعلم السحر بشكل جيد فبيقول له ليتن شكرا كتير ورح أحاوت وبيحكي له سيون برضو السحر رح يعطيك الأبوة اللي ما حدا بيمتلكها وهيك فيك تقدر تدافع عن حالك بس أتوقع انه ما فيني أعطيك التعلبة فبيستغربك وبيتفاجأ وبيبلش ليتن يترجى ويقول له بليز تعطيني بوكسل ورح أعطيني بيها كتير فبيحكي له سيون عم بتناديها بوكسل من وين جبتها الاسم فبيحكي له لأنها بتشبه كرة التلج فجبته منه شو رأيك مو الاسم كتير لطيف وأصلا نية بتحبني كتير وبتستمع لي لك بليز أعطينيها ورح أربيها وعرجالك ياه بشكل جيد فبيحكي له عفوا هل برأيك أنه بتقدر تربيها أحسن مني فبيحكي له فعلا أما لا لا فبتكون قاعدة بالغرفة وحاس أنه في حدا عم يحكي عنها وبتقول شكله ليتن اللي كان عم يلحقني طول الوقت وبيكون حرفيا مجننها طول الوقت لدرجة أنها بتفوت لغرفته وبتكتب له هيك نو إنه خلصت ناديني بهالاسم وما بدي أعجي معك وبتقول بتمنى إنه يفهم رسالتي بشكل جيد فجأة بتحس لالا على حالها إنها غاق وما بتعرف أصلا وين تنامك وبتحكي عن جد كانت لغفو كتير حلوة ونيالك يا لالا في ناس مؤادريني ناما المام بتحكي وين سيون وواضح إنه نمت و أنا عم بستنع بس وداح معقول إنه عن جد خلاص قرر يبعتني وأكون رحته أنا معارفة لكن بتلاقي بعدها سيون واقف بوجهها وهيك عم يتصفح الجريدة ويحكي لها هل فأتي أخيرا فبتحكي مو أدري أصدقها التابع طولها عن جد بيعرف كل شي وبس عم يتمسخر علي المام بقولها إسرية وسط عدي رح نروح لنشوف ليتن فبتقول عن جد شكله دح يبعتني المهم بتقول إنه ما كان المفروض التفاعل مع كلمة بوكسيل اللي كان عم بيناتها يا وبتقول إنه كل اللي صار كان لأنها لتفتت له لما قالها بوكسيل وبيّنت له إنها مصطلط في الشي بالأول لحيك فكر إنها كتير عاجبها وبتحكي إنه لو راحت هناك رح تضطر تهرب لأنه المكان هناك كله سحرة وممكن يتم كشفها عندما بيجي لاتن هيك وبيرحب فيها وبيسألها إذا أنا ما تمنح وبيكون عم يحكي معها بلطف كبير وبتقول هي لش بيحبني لهالدرجة أنا مو قادرة أعرف المهم بيظهر سيون وبيحكي لاتن اسم تعلبي مو بوكسيل اسم تعلبي هو لالا فبيحكي له لاتن بس أنا والتعلب حابين كتير اسم بوكسيل لهيك فينا نغيره ونخلي بوكسيل بدل فبيتطلع هو هيك على لالا وبيحكي له عن جد ما هدن بيبتزم من شكلها إنها أبدا مو حاببته وبيضحك أكتر وبيقول فعلا شكلك صح التعلبة حابة الاسم كتير وبيحملها هيك وبيحكي هي الهدية اللي خبرتك عنها مبارح فبتبلش هي طلطم أكتر وتقول عن جد هالخاين رح يبعتني عن جد طلع خاين كبير لكن بتلاقي جبله جرو صغير لطيف وقال له هاد أحسن لك وأسكالك شو بدك بهالتعرب يلهم لك وبيقدم له إياه فبيشعر ليتون بسعادة كبيرة وهو طلع بس بده حيوانة صغير يسلي ويساعده وتقول لي الحمد لله ما كان رح يخليني أروح معه إذن المهم هي بتحس إنه الجرو عم يفهم كلامه ويعم تحكي وبتشعر بالشي كذا مرة خصوصا لما تسأله ويجاوبها لكن بيحط سيون إيده وبيغطي عيونه وبيقولها خالص تحدي وتطلعي فيه إلا إذا بدك أبعتك فعلا مع ليتون وتعيشي كبوكسيل لكن هي بتحكي هل عن جد الكلب كان عن بيروت عليه ولا كان الموضوع مجرد تهيئات وتخيلات هادين بيتوطعه وبيحكي له بيوصيك ونحذر بالطريق وبيحكي له ليتون رح أورجيك إنه تحسنت وتهلمت بالمرة الجاي لما نتقابل فبيقوله أنا بس دعنا هالشي كتير ولو احتجت أي شي خبرني المهم برضو بعدين بيحكي لها ليتون لا بوكسيل رح أشوفك المرة الجاي ورح نتلاقه فهي بتحكي المرة الجاي لما نتلاقه رح أكون إنسانة بس على كل الأحوال أوكي وبنعرف إنه سيون أعاد وحكم على ليتون كلام كبار وقال له التعلبة ما بقتل أعتكي إياها لأنها تعلبتو الخاصة والتمينة وبتعني لي كتير وأي شي أول بالنسبة لإلك رح يعني لك لهيك بعرف هالشي ولازم أنت تحاول تخلي كل شي وكل بداية تكون مهمة وبيشعب ليتون إنه هلأ تفهم هالشي مع هالكلب الصغير اللي يصار معه وبيقوله رح أحبك وأحميك بعدين فجأة سيون بيبلش يناديها هارا فهي بتطلع في هيك وبتحكي شو مالو هاد لشك عم بيناديني فبيحكي لها شو رأيك هاد رح يكون اسمك فبتنجلت وبتحكي ليش هالعيلة كل أسماءها بتخزي وبيحكي لها واضح إنه ما حبيتي بعدين بيهمس بتانع وبيقولها بس أكيد مم استنية مني أنا ديكي أرستالة أو لالا اللازم بدك تنفطحي وتنكشفي يعني فبترتع بهي وبيقولها إذن لما أنا ديكي هارا لازم تردي فالمسكينة بتنجبر ترد وهو بيحكي لها برافو بعدين بينطلين وبيقول أخيرا صار لعندها اسم وأنا متأكد إنه ليتا رح ينصاب بخير تأمر على هالاسم وإنه ما رح يكون بوكسل فبيحكي له سيون أنا مالك هالتعلب وأنا اللي لازم أسميه عكل حال بينبسط الخدم على هالاسم وبيحكو أخيرا صدنا بنقدر ناديها هارا والكل بيكون سعيد وحتى أنيسة بتأترب منها وبتحكي لها بليستعي عندي لما ما يكون أنتو موجود وبتحكي لا لا إنه رح يكون منيح لإلها تتقرب من أنيسة وبتشعر أنيسة بسعادة كبيرة لما هيك تلاقيها عم تبتسم لها وتشعر إنها معزبة فيها وتحكي الموضوع كتير غريب لأنه حياتي كتعلب ظلامه بالسوق اللي تخيلته وبالعكس هلأ الكل عم بيحبني عكسي لما كنت أميرة وبتحكي على الأقل أنا أكتر شي سعيدة إنه سيان طلع ما بيكرهني مثل ما كنت بتخيل كنت قلعني كتير من هالموضوع وطلع بالعكس مو كرهني لكن سيانو بيتصرف بطفولة كتير كبيرة لما يحكي لكل الخدم ما حدا منكم ينادي هارا وكلكم بتنادوها بس تعلب يتفضلوا وبيحكولوا ليش إحنا كما بدنا نحكي لها هارا فبيحكي لأ هي تعالبتي الخاصة وما بدي أي حدا يناديها بهالإذن فبيحكولوا أوكي خلص نحن نديها بإسم تاني فبيعصبوا بيحكي لهم لأ ممنوع أي حدا يطلق عليها أي ألقاب بس نادوها بالتعلب وهي تحكي شو مالو وليش هيك كتير أهبل لا نعرف شو بيعني اسم هارا لقي له وإنه هالإسم هارا هو اللي أطلقوا وقتها على التعلبة لما شافها وإنه الشخص الأول اللي بيعني له كل شي هي بالحقيقة لالا وهو السر اللي مع حدا يعرفه عنه بعد كم يوم تستغرب لالا لما تلاقي الكل هيك محضر ومشغول وكل الخدم عم يتحركوا بسرعة فائقة وتحكي ليش شو اليوم وشو بيكون لأنه عرف إنه يوم التأسيس الوطني وتحكي مؤذر أصدق النمسيتو لأنه هو أهم يوم بالإمبراطورية هو ذكر السنوية الأكتر صعوبة للتجهيز من طرف العيلة المالكة وبتستغرق وقت كتير طويل وجود للاستعداد على مدار العام وهي مكان للاحتفال بالمجد إلا محدود لإمبراطورية العيناء وبما إنه الدوء الأكبر هو سيون فهو اللي إله أكبر تأثير قوي على العيلة الإمبراطورية بيكون موجود وهذا بيعني إنه سيون لليوم راح يحضر المأدبة وبنعرف إنه سيون أصلا واحد من أهضم السحر الموجودين بالإمبراطورية فما بعرف كيف كانت متخيلة إنه ممكن تقدر تخضعه وما يعرفها وبتحكي إنها فرصة عظيم اليوم لا تقدر تكتشف أشياء أكتر فبتروح تركض بسرعة لمكتب سيون لحتى تطلب منه إنه ياخدها معها وبتلاقي أصلا عم يتناقش بالموضوع ويحكي إنه راح يروح اليوم لليون بتنطيك عنده وبتمسكه وهي تحكي له أكيد فاهم أصلي من خلال نظراتي وهو يحكي لها معقولة عم تطلب مني تأخذك معي فبتشعر بسعادة وبتقوله فعلا خدني اليوم لمقدمة التأسيس الوطني وهي مقدمة بالأصل الإمبراطوري فبيحكي لها برفض وأكيد لا مستحيل أصحب معي حيوان أليف للمقدمة فبتحكي له بس أنا محيوان وهو أصلا غالبا إنه بلاء بياخدوا حيواناتهم معهم فبيحكي لها لا ومستحيل ولا تفكري بالموضوع فبتعصب كتير وتحكي لش عم يتصرف معي بهالطريقة وبحكي لك إنه فيه سبب بيخليني إنه لازم أروح وبنعرف إنها بدها تروح لحتى تتحقق من وضع الكونت أرجودي وهو اللي كان عم بيدور عنها خلال الست شهور معنى ما فيه أي علاقة مطلقة بينهم وبتحكي لو كان تخميني صحيح وإنه هو واحد من مستخدمين السحر الأسود فأكيد اليوم رح يعمل أي حيال لحتى يأثر على الوضع لكن لازم أتحقق من الموضوع بنفسي وأقفهم بأي طريقة كانت وإذا كانت هناك فرصة إنه أشوف فارد عائلتي الوحيد المتبقي فبدي أشوفه وبنعرف إنه عندها أخ هلأ فجأة لكن هو بيظل مصر على رفضه وبيشعر بعدم الراحة من تعبير وجهه اللي أبداً محاسس إنها تنتمي لحيوان لكن هي بتقرر تضلطه طول اليوم حتى تجبره إنه يستسلم بالنهاية ويقبل ياخدها وبكل مكان بيروحه بتخرب له الوضع لكن على الفاضي شو ما تحاول تعملوا قد ما جربت وقد ما عملت وقد ما طلعت ونزلت سيهم مصر إنه مستحيل يحضر الحفلة للأصر الإمبراطوري وهو جايب معه حيوان أليف لكن هي بتقول عن جد ما توقعت يكون بهالعناد وفجأة تتغير نظراتها للغضب للإبتسانة يستغرب هو بيقول شو اللي عم بتفكر فيه بها اللحظة ولا شو عم بتخطط وبتقول هي طلت آخر طريقة وهي قطني أتصرف معه بلط كبير لأنه لما صغير وقع بحبي لأني كنت كتير لطيفة يعني أصدق وهي تعلبة ولما تقعد بحضنة يقدر يكتجل شو اللي عم بتحاول تعمله ويقول لا ورح أقاوم وما رح أستسلم لا لطفتها بس مقدر أنزلها وبيحكي لها ما رح ألعب معك إطلاقا وبتحكي لو تمام لا نشوف قديش رح تقدر تستمر وترفض هالشي فعليا بيحاول بس بالآخر بيقولها أوكي أنا استسلمت وخسرت خلاص بتقدر تعملي اللي بتكية وبتحكي أخيرا رح أقدر أرجع للأصر وأشوف المكان اللي نولدت فيه وعشت حياتي كلها فيه وبيحكي لها بس محاسس أنه بدك تروحي لأهناك بس كالزيارة لأنك حاب المكان أتوقع أنه فيه شي بدكية فبتحكي هو فعلا زكي بمثل العاد لأنها بدع تشوف مثل ما قلنا المتورطين بالسحر الأسود وبما أنه المقدمة الإمبراطورية فرصة كبيرة لا تتأكد من هويتهم لهيك هي أكبر فرصة لتعرف هالشي بس ما بتقدر تخبر سيون أشياء هي مو متأكدة منها وكمان خايفة عليه أنها تخبره هيك معلومات خطيرة بعدين بتحكي بس كتير مؤسف أنه ما بقدر أتواصل معه بالمرة ياريت لو كان فيه طريقة ما لان بتطلعه بتلاقي ألم وورقة وبتقول أوكي هي هي أحسن طريقة لأقدر أتواصل معه وبتمسك الورقة والألم وبتقرر تكتب له وبتحكي له في شي لازم أحصل عليه من الأسر الإمبراطوري فبيقولها أوكي وشو هو فبتحكي له رح أخبرك بعدين فبيحكي لها أوكي موافق رح أخذك معي لكن فيه شرط رح أحطه فبتتسأل شو بيكون هالشرط فبيحكي لها أنت بتفهمي شو أنا بحكي لكن أنا ما بفهمك ويعني بأحسن الأحوال أنا بقدر أتوقع شو أصدك من خلال تصرفاتك وملامح وجهك فبتقول بعائلها فعلا وهالشي كتير عظيم أنه قادر يعمله فبيحكي لها سيون لهك إحنا بحاجة لأنه نحط إشارات بين بعض لازم يكون في عنا طريق التواصل الأساسية لما نروح للمأدبين وهيك نقدر نروح وإحنا مرتاحين فبيقول أوكي الموضوع مصعب فبيحكي لها أول شيء أول إشارة بدي إياها هي أنه لازم تبكي بحالة الطوارئ تنصدمي وبتقول شو أبكي؟ شو هالغباء؟ أنا ما بكيت من مكان كتير طويل وبيحكي لها تاني شيء لما تحتاجي مساعدة بدي تحطي رجليك وإيديك وراسك بهذا الشكل وذلك يكون مرفوع فتنزعج وبتقول فهمت شو اللي بديه بديه يزلني من خلال طريقة التواصل هاي ويتمسخر علي ويستهزق فيه بعدين بيجي لايون وبيحكي له أنا رح أفوت وبيضق على الباب ووقتها ينصدم لما يلاقي لالا موجودة على وجه سيون وبيستغرب شو اللي صار وبنعرف إنه لالا كانت بتحاول تضرب سيون لكن اتفاجأت جدا من دخول لايون وصار إنها هربت علي ومسكت فيه المهم سيون بيقوله طنش اللي صار واللي بدي أفهمك يا إنه هارا رح تيجي معي للمأدبة وبيحكي له حاضر لكن بيستغرب شو اللي صار وبيقول شو صار بالضوء ومين هو لأنه حاسس إنه بطلت أقدر أعرفه وبعد شوية أيام خلاص بحين الوقت وبيجهزوها لتكون لطيفة وكيوتة جدا وقال هي كانت كتير متحمسة إنه تلبس وتكون جميلة حتى مع إنها اليوم تعلبة لأنه هي بالعادة دائما بهذا اليوم بتكون مميزة جدا والكل بينبهر فيها ولأنها كانت طبعا عبقرية القرن كان لازم تظهر شعبيتها وصحرها وتخلي الكل يندهجوا فيها وبيجمالها المهم لالا بتشعر إنه لسه في شي ناقص وبتلمس واحدة من المجوهرات الموجودة فبتفهمها البنت الموجودة قدامها وبتحكي لها لبنتك أحط للك هاي فبتنبسط لالا كتير وبتحكي أول إنسانة بدون سيون تفهم علي بدون ما أحكي وفعلا بتحط لها إياه على وجهها وبتقولها الطالعة كتير حلوة وبتسعر لالا بالسعادة وبتحكي هالبنوطة رح أحاول أخليك بتلمعي أكتر من أي حدا موجود بالمأدبة فبتسعر لالا بسعادة أكبار المهم لالا بتكون كتير مقدرة إنه سيون جبلها هالمجوهرات الثمينة بالباهظة وخلى فعليا تعلى بيلبسهم لكن بنلاقي إنه سيون اللي شايفها متحمسة لهالدرجة حكا كان فيه سبب فعلا حتى ما أخذك معي هالمرة لأنه خلال الست شهور الماضية الإمبراطورية محت وجودك كله وكأنك ما كنت موجودة للأشياء اللي استمتعتي فيهم كأنك أميرة وكانوا أشياء مسلمة يختافوا كلهم لهيك تتوقعي إنك رح تقدري تتعاملي مع هالشي فهو شفتي إنه بطل إليك وجود للأصر الإمبراطوري ومعني ممرتاح بالمرة لا أخذك إلا إنه بعرف إنه ما في فايدة وأحاولت إقناعك إنه ما تيجي معي المهم بعدين سيون بيشوفها لما تكون بالغرفة وبيحكي لها بكرة رح تروحي بس بهالشكل هاد يعني في رائق مو كتير ضابط فبتحكي له فعلا فبيحكي لها لا تقلقي رح أغسلك كتير منيح قبل ما تروحي بكرة فقال هي بتحكي له لأ ما بدي المهم هو بيحكي لها لا تقلقي حتى لو كنتي تعلم هالشي تافع جدا وأخيرا بحين يوم هالمقدبة اللي صار لنا منستنى 200 سنة المهم بتتجهز بهالشكل اللطيف هاد وبتقول إنها هيك أحلى شي فعلا وبتقول إنه البنت الإسمها سريا عجبتها كتير ولما ترجع لجسدها رح تخليها الخادمة الخاصة فيها وبتقول ما إني مجرر تعلم إلا إنه حاسة إني اليوم رجعت أميرة بشكل ما يمكن لأنه تخلصت من الأوساخ ورجعت بالماء وحلوة متل قبل لكن سير يعني بتطلع فيهم هيك وبتحكي لهم مو طبيعي قديت طالعين كأنكم قبل عنجد كتير طالعين حلوين فبيلتفت هيك لألها وبيحكي لها سيون أنا وهارا طالعين قبل فبتحكي له فعلا بينط بعضا لوينو بيقول عنجد طالعين لابقين على بعض بشكل غريب وبعدها بتقولهم أربوا على المراي وشوفوا حالكم عنجد بتتقلق كتير بوجود التعلبة جنبك لأنها بتخليك مضيئة بشكل ما فبتبتسم لالا وبتحكي له تعرف إنه ستبب إني أنا كتير رائعة وهو بيقول واضح شو اللي عم بتفكر فيه بدون ما أطلع عليها وهلأ بيحضروا حالهم ليتجوا للأسر الإمبراطوري بتكون لالا متحمسة وبتحكي ما اتوقعت أبدا أقدر أرجع اليوم لهالأسر بجسد التعلبة لكن رؤيت إنه الممرات القاعة موجودة في المكان اللي كنت أركض فيه وأنا صغيرة أعطاني إحساسي كتير جيد لأنه هالمكان هو مفضل لألي وهي هي صورة الإمبراطوري المؤسس اللي كان بيشبهني بالرغم من إنه بطلت أهتم فيه لما كبرت لكن هلأ لما شفته كمان مرة واضح أكيد إني اشتاقت لهالأسر أكتر من ما كنت بتخيل المهم سيون بيحكي لها بدي أطلب منك شي فبتحكي له شو هو فبيحكي لها طاهري إنك ما بتعرفي حدا حتى لو كنت بتعرفي ولا تتجولي لحالك وضلي معي قد ما بتقدري والأهم ما تتسببي بأي مشاكل اليوم طبعا هي بتقوله أوكي فهمت بس أكيد فيه أشياء لازم أعملها لهيك سوري من هلأ بعدين وهم جوا بينتبهوا النبيلات والفتيات على التعلب الموجود وبيحكوا إنه القطعة اللي لابستها هالتعلبة موجودة بس قطعة منها بالعالم ومؤادرين بيصدوا إنه قطعة تمينة مثل هيك لابسها مجرد تعلب وبيحكوا ما كانوا بيعرفوا إنه سيما بيهتم لهالدرجة بالتعلب بعدين بتقترب واحدة من البنات لا عند سيون وبتحكيله هاده هو التعلبة اللي عم بتربيه فبيحكيلها سيون فعلا فبتبلش قال تحكي معه هيك فبيغارو شلس بنات تانيين وبيقولوا إنه إحنا اللي كان لازم بلشنا اللي نحكي معه لأنه طبعا هلأ سنقلب والكل حابة بيقترب منه المامية بتعرفة عن حالها وبتقوله اسمي المركيز فرانسيا وتعلبك كتير حلو فبتسأله هل بقدر ألمسه فبيحكيلها لازم نسأل التعلبة بالأول لكن هي بدون ما تسأل بتقترب منها اللي تلمسها فطبعا لالا بتغضب كتير وبتورجيها الوجه التاني فبتخافها وبتحكي هالتعلبة شرسة شوي فبيقولها سيون هي شرسة تجاه الأشخاص الوقحين اللي ما بيستأذنوا فبتقوم بتغضب وبتغادر فعينما بتشعر لالا بي انه سيون تصرف بشكل كتير حلو وبعدين بتبلش تسمع كلام الناس اللي موجودين اللي بيحكوا انه المقدة بهالسنة أقل فخامة من السنة الماضية لأنه الأميرة مو موجودة هون الولائم الماضية كانت حتى شخصيات من دول تانية وأجنبية تحضرها وهي بتحكي عن جد حتى أنا مش تاقة لوجودي بهالمكان حتى بيحكوا انه هاليوم فارغ وعادي جدا ولا كأنه يوم تأسيس وطني فقال بالبداية لالا بتنزعجوا بتحكي كيف بتجرقوا بعدين هيك بتشعر بالفخر بحالها وبتحكي لهم معكم حق بدوني ما بتقدروا تعملوا أي شيء وبعدين بتقول رح أروح لأرفع مستوى المأنتبات بيستغرب هيك سيون وبيسألها لوين رايحة فبتحكي لازم أظهر أبرز ما في المأدبة وبتروح تركض لبرة وبنلاقيها راحت لا تمسك وردة كانت حطت عليها سحر من زمان وبتقول علي لو لبستها راح ينتشر السحر وفعلا هذا اللي بيصير وهيك بتخلي الناس شوي يرجعوا يقامنوا بالامبراطورية ويشوفوا انه لسه في سحر موجود وهي بتحكي الموضوع المسيئ ولكنه مو كتير رائع وبدأتسأل هل عملت شيء تاني كمان بس بتلاقي انه فيه أشياء مبهرة اكتر بكتير صارت وبتحكي مستحيل انا ما عملت هيك اطلاقا من وين هالسحر الوحيدين اللي بنمتلك هالسحر المبهر جدا هو انا وسيون اذا ليش استخدم سيون هالسحر مع انه كتير بيكره وما كان ابدا يحب انه يعمل مثل الحاب نارية او اشكال حتى لما والد نفسه طلب منه هالشي رفض بأدب وحكى انه ما بيحب هالسغلات فهلا هالمرة ليش عمل هيك بوقتها تشعر انه عمل هيك كرمالها وبتتفاجأ كتير وبتروح لتواجه مثل ما قلنا بتسأل حالها ليش عمل هالشي وهل عمله كرمالها لقلها وبتروح لتواجه وبتقول ما قدرت اسأله عن اي شي لكن لما بيشوفها هو يسألها هل شفتيهم فبتعرف انه اكيد عمل هالشي كرمالها وبتتسأل هل بيحس بالشفقة اتجاهي وبتقول هلأ ما الوقت المناسب اكون عاطفية لازم اروح وابحث بالقصر عن الاشياء اللي بدييها المهم فعلا لالا بتروح تبحث عن بزات الكونت اغورتي وبتتسأل هو وين وبتقول هاي هي مارت الكونت وبتحكي لحالها بعرف كتير من هالناس اللي موجودين هون تقريبا عبتعرف على الاغلب لكن معيك ما في اي حدا منهم بقدر اوثق فيه وبتسمع كلام البنات اللي عم يحكوا وخصوصا البنت اللي اسمها غريتا وبتحكي هاي هي غريتا لاترين وهي البنت الكبرى لعائلة لاترين متفوقة بالمجتمع وبيسألها البنات سمعنا انه الماركيز لاترين نجح نجاح كبير بتطوير الغرب وزوجي بصراحة مهتم بهالموضوع فبترد وبتقولهم شكرا كتير على هالكلام اللطيف وبتعد لالة تراقبها وتحكي فعلا قدرت تستغل اسمي وترفع من شأنها بس بالجانب الآخر تحت عرش الامبراطور اختفى مكاني المعتاد من فترة طويلة وبالفعل تم استبدال الزهور اللي كنت بهتم فيها بكل مقدمة وتغييرها وكأنه الكل كان عم يستناني بس اتوخر واختفي معنى تفكرت انه من الطبيعي والمألوف انه الكل يكرهني بس مع هيك كنت حزينة لانه متت رح تلعنت كوني مكروها من الجميع بحياتي الاولى وفكرت انه معلش رح اتعود على هالشي لكن هالشي ما صار ومو ادر اتعود اطلاقا على اني انا مكروها من قبل الجميع كان واهم يمكن بالنسبة للي لما توقعت انه هالشي رح يصير وكل الدروس والمسارات اللي التويتها بالنهاية خلتكم كلكم تكرهوني وهلا اكيد رح تكونوا سعيدين جدا لو عرفتوا اني انا ببطوا بهالمنظر هاد مين اصلا رح يبكي كرمالي على الاغلب ما في اي حدا فهالحيا تتقل هل رح تقدر تتخلص من هاللعنة ويرجعوا الناس يحبوها لكن سيون يشوفها وبيسألها هل انت بخير ليش انت مكتقبة لهالدرجة عفكرة لهذا السبب ما كان بدي اجيبك هون حتى ما تحسي بالحزن وبيسألها شو اللي يصار لك عالفترة لانه الكل ما بيحبك صح؟ تتفاجأ هي وبتلف عليه وبتقول له ليش حتى عم تحكي هالكلام بوشري فبيحكي لها مو من عادتك تهتم ببايت اشياء لما ترجع لطبيعتك ما هيكون في حدا قادر يتجاهلك بالنهاية انت الاميرة ارتسلا فهي هيك بتلتفت وبتقول هل تافه هاد شرب شي يعرف يقدر يغازل فيه ولا يواسيني لانه واضحا بيحاول يحسن نفسيتي ومو العكس وبتقول اذا عن جده هو فعلا حمل هالأشياء والسحر بسكر مالي لحتى يبهجني شوي بيسأل هل انا غلطان طب بتقول له صح فبيحكي ارتسلا كتير محظوظة لانها بتقدر تعمل كل شي لايك ارفع كتافك ولا تشعري باليأس واشربي وبتهجي فعلا لالا بتعمل هالشي وبتكتشف انه جايب لها اصرها المفضل وبتحسب انت عاش كبير بعد ما تشربه وبتتشجع لتقوم تتحرك بتفوت لجو اللي عند غرفتها اللي بتقول اشتقتلها كتير ومروق طويل من الوقت اللي ما شفتك فيه وسمعيك على الاقل لسه طب حالها واضح انه ما حدا لمس اي شي لانه هالشي بيخص الساحرة العظيمة خلونا بس اخذ الاشياء اللي بحتاجهم واخادر ولو بحث كتير رح الاي اشياء بتستحق الاستخدام لكن بتنصدم لما تلاقي انه بالعكس فيه حدا اصلا الغرفة وتحكي مين اللي بيتجرق يتسلى لها الغرفة لتلاقي الكونت والكونتسة اقوردي جايين ياخدوا شي من غرفتها ويطلعوا بسرعة ويبيحكوا ما رح نقدر نرجع نيجي كمان مرة لعيك لازم نستغل الوضع ونقدر ناخد الاشياء اللي جايين بدنا اياها وهي بتقول واضح ان هالتنين فقدوا عائلهم ليعملوا هالاشياء بس لالا بتكون مستغربة لانه اللي بتعرفوا انه ما ضلت اشياء سحرية ممكن يقدروا يعرفوها او يستخدموها فعن شو عم يبحثوا فعلا بيضلوا يدوروا وبيحكوا متل ما سمعنا انها غبية وبس بتهتم بالسحر وفجأة احدا فيهم بيحكي لقيطة وبتلاقي انهم لقيوا الحلقة اللي كانت تلبسوا وهي صغيرة لما تتحكم بالمانا وما بتعرف شو اللي بدهم اياه من هالشي اللي لقيوه بس بعد تفكير بتقول هلأ فهمت كل شي واضح انهم عم بيحاولوا يستخدموا قوتي السحرية ويستغلوني حتى بعد ما حاولوا يقتلوني وبتقول فيه طريقتين بس لا تقدر كشخص تاني تستخدم شهر شخص اخر الاولى تستعمل دماء صاحب السحر التانية تستفيد من الاشياء اللي كان يحبها ومع هيك فانه خلط المانا المختلفة شي خطير جدا لهيك فالامبراطورية بتقيد هالشي وتقريبا بتمنعه بموجب القانون والطريقة الوحيدة الامنة لتعمل هالشي بدون مقاومة انه تستخدموا سحر الموتى لهيك تسللوا لا ياخدوا هالاقراض بهالوضاع هاد وبتحكي ازان هدول متأكدين انه انا موتت وانا من قبل كنت شاكي فيهم لكن هلا اتأكدت انه قلهم علاقة بالسحر الاسود وواضح انهم عنجت انجنوا لكن فجأة بيلقوا سيون بوجههم وبيحكي لهم واضح انكم انجنيتوا عالاخر شو اللي عم تعملوا بغرفة تمو الاميرة انتو مجانين طبعا هي بتفرح كتير وبتقول سيون ظهر هالتوئيد كتير رائع وبنعرف انه سيون طبعا اكد عرف انه لالا رح تروح تعمل مصايب واشياء بدون ما تحكي له شو هم لهي قدر انه يلحقها وهيك هو اجا لهالمكان وتفاجأ كتير لما شاف الكونت والكونتسة ارقودي هون وسألهم شو عم تعملوا فحقوله بس عفوا حضري تكليش هون فبيحكي انا عندي فضول عنكم اكتر خبروني انا جيت هون عم ببحث عن تعلب المفقود فبيحكوله بس تعلب مهون لكن فعلا لالا تستغل هالفرصة وبتظهر وبتحكي انها فعلا هون فبيحكي هيني لقيتها فبينصدمهم الاتنين وبيعطوا نظرة لبعض انه ما لازم نتوتر بالنهاية هاد مجرد حيوان واكيد ما رح يعرف اي شي فبيحكي لهم طيب وهلأ بعد ما عرفتوا انا ليش هون خبروني حضراتكم انتوا ليش كنتوا هون بيطلعوا هيك وما بيعرفوا شو يردوا ولالا بتحطي اشارة انه الموضوع في شبهة وبنعرف انه اتفقوا على ثلاث حركات حركة للشبهة حركة للخطر وحركة للاصابة فبيحكوا جينا لهون لانا ما كنا مستقين انها عن جد ماتت كنا عم بنحاول نلاقي اي دليل فبيحكي بس لازم المفروض تطلبوا اذن رسمي لتدخلوا لهالمكان وبالذات انه قد اقيمت لها جنازة وهذا الشي ضد ارادة جلالته انه تواصله البحث فبتحكي الكونتستا ارجوك سامحنا وتفهم وضعنا احنا كان علينا ان نبحث عنها بالسر فبتعصبي كتير وبتقول كل وقاها عم يحكوا هالكلام وهم من شوي كانوا عم بيسبوني وبعدين بتحاول الكونتستا انها تحقن سحرها بالاقراط لحتى يتحدوا مع بعض وتخفي انها عم تحمل غرض ملكي فبتحكي لالا اللي عم تعملوا غباء اما سيون بيقول لالكونت بدي اسمع تفاصيل اكتر بما انه حضراتكم لسه عم تبحثوا عن الاميرة فبيحكي الكونت ما في اي تقدم لو عرفت اي شي راح اخبرك فيه فبيحكي اذا لهالسبب حاملين معكم حلق خاص فيها فبيحكوا له صح على امل يعني نقدر نلاقيها فبيحكي طيب ممكن تورجوني لكن المفاجأة بتكون لما بتورجي الكونتست ايدها بالحلق وتلاقي انه اليد مثل كأنها عم تتشقق وحتى وجهها وتنصدم وتحكي شو اللي عم بيسر لي طبعا منعرف من لالا انه هالشي صار لانه لالا لسه عايشة يعني هي مش ميتة وليك ما قدرت تستخدم السحر الاسود وصار في عندها اثار جانبية طبعا هون بينصدموا كتير وبيقولوا مستحيل هل تمو الاميرة لسه عايشة بينما سيون عم يتطل فيهم هيك وبيحكي للكونت هل كنت بتعرف انها عايشة من شوي لسه كنت عم تحكي انك الان عليها ومو عارف هي وينها او شو حالتها فبيحكي انا ما بعرفش بس متأكد انه الاميرة لو شافت هاللي بتعملوه راح تضحك عليكم فبيقولولو لأ بليس لا تشك فينا اللي صار كان خطأ فبيحكي واضح انه في كتير الاشياء غلط فيكم فبيحكي لأ بليس لا تشك فينا انت اصلا في عابين وبينك علاقة خاصة صح ولا لا وهل نسيت شو هي عملك بمنطقتك وشو اللي عملته بأدلسيا بليس لا تحكي انك صارت عن جد مهتم فيها المفروض توقف معنا لانها كانت كتير متعجرفة وسببت لنا كتير دمار وانت هو واحد من الاشخاص اللي اضرروا منها رحكي لالا فعلا كلامهم مو غلط بالذات عن اللي بيحكو لا سيون بس بليس لا تخبرني انك صدقتهم ورح تقتنع باللي عم يعملوا المهم بيبالش ويسول ودام وبيكونوا خلص رح يموتوا وبيحكو لأ بليس لا تتركنا نموت هل عن جد رح تتركنا فبيحكي لهم اتوقع فبيمسكوا طبط بموضوع الاميرة لالا لو بدك اخبرك كل الحقيقة بليس انقذنا هلاء تشعر لالا بالانزعاج لكن الغريب انه ما بيتحرك سيون ولا بيحاول ينقذهم وفعلا بيموتوا لتنين وبتحكي لالا انه كانوا رح يقدروا يعيشوا لو بس تركوا الحلاء بس محتفظوا فيه حتى اخر لحظة بحياتهم لانه وصلوا لمستوى الادمان على السحر الاسود وبتقول انه البشر بيستقدموا السحر الاسود لا يحقيقوا اهدافهم بس حتى اللحظة الاخيرة من حياتهم السحر الاسود هو اللي بيسيطر عليهم وبالاضافة لهالشي بيتم امتصاص قوة مدمني السحر الاسود للابد ولاخر رمق واثارهم تبقى حتى بعد الموت بينطلون هيك وبيحكي كأنه سمعت زوجان الكونت حكوا شي عن المصيبة ووفاة الدوء الدوء فبيحكي له تيون انت بكل اللي سمعت ونظف هالموضوع فبيحكي حاضر شو علي اعمل غير ارد اما بالنسبة لالارستقراطيين اللي حضروا المقدبة فانصدموا لما عرفوا انه الكونت والكونتست اغوردي كانوا بيقوموا بمبارسة السحر الاسود وتم شرح الموضوع لقلهم باختصار وطبعا سبب اثار السحر الاسود سببت الوفاة وصارت بشرتهم باللون الاسود اندهشوا كتير المبلاء وتفاجئوا خصوصا بهالشي اما هي فبتكون عم تتساءل مين لسه مرتبط بموضوع السحر الاسود ولوين رح يوصل هالموضوع اللي واضح انها مجرد بدايته المهم بعدها بعد ما تنتهي هالليلة بيعود لون معهم وبيسأل سيون سو اللي كانوا بيقصدو الكونت والكونتسة اقردي لما حقوا انهم بيعرفوا سبب وفاة الدوق والدوقة الاكبر وشو علاقة لالا فيه وانت اصلا ناسي هالاشياء شكلك ناسي انه عانيت كتير بسببها كل ليلة وما حتى كنت تقدر تنام بسبب تصرفاتها التحاسفية لكن بنعرف من لالا انه الموضوع مو هيك اطلاقا وانه بداك الوقت هي عملت وفاة الدوق والدوق الاكبر لانه كان مرتبطين بالسحر الاسود وما حدا كان بيعرف بس طبعا لانه جوستهم تتحول للون الاسود وهي عرفت هالشي خافت انه الموضوع يتطور ويوصل لسيون وانه يتأذى سبب هالشي لاي قررت انه تعمل الجنازة بشكل سريع جدا وما خلت كتير ناس يحضروها ومشان تحمي سيون وهي طوقت المكان وعملت جنازة سريعة جدا جدا لحتى ما حدا يكتشف الموضوع لاي بيلتفت سيون عليها وبيقولها شو اللي يصار بهذاك اليوم وليش هيك عملتي لو ما منعتي الاخبار توصلني كان مستحيل اسمح انه نعمل جنازة سريعة بهذا الشكل انت استغلتي اسم انك خطيبتي وانهي تكلش بسرعة كان لازم استنيتيني لارجع وعملنا جنازة مناسبة لالهم فليش عملتي هالشي خبريني اكيد بالنسبة لالك الموضوع كان مجرد شي سخيف لانك هيك بتتصرفي دائما وبالعادة بس هي بتحكي بعائلها اسفة ما بقدر اخبرك لانه قررت ما اخبر حدا بغض النظر شو اللي رح تحكي عني وشو رح تشعر اتجاهي كان بدي احميك من هالشي وما اعرفك يا اطلاقا لك بتكون حاكي انه خليه يكرهني لقلي بس ما يعرف حقيقة ارتباط حالته بالسحر الاسود لانه هداك سر مؤلم جدا وبتحكي انه العلاقة بينهم متوتر كتير ليش لانه كل تصرفاتها بالنسبة لالهم ممفهومة لانه احتفظت بهالاسرار لحتى تنقضه وتنقض المتبقي من عيلته والدوقية فبالنسبة للناس اللي شايفين الوضع من برا هم بس حاسين انها متورطة بموت الدوق والدوق الاكبر يعني اهله بس الحقيقة انه الشي مختلف تماما وبتقول انه غضب سيان طبيعي وهيك علاقتهم ببعض انتهت بس معلش كل اللي عملته كان بسبب هاللعنة وطبيعة تكون مكروها بكل الاحوال لهيك على الاقل خلت الشي سير بوقت ابكر وبتقول رح اتحمل كل شي وبتقول خليني احمل الكرة ولا تعرف هالسر السيء جدا عن عيلتك وبعدين قال بتحكي انها عطسط بس لايك عم تبكي ما بعرف شكلها المسكينة يعني ع اساس متأثرة وعم تبكي وبتقول انه يمكن لازم هلأ انام واريح سيون بعدين يمكن افضل لاني موجودة هو مو مرتاح بالمرة وبعدين بيتم تلقي طلب من قائد الفرسان لانه يتم تعاون معهم بخصوص موضوع السحري الاسود للكونت ويبيحكي سيون تمام خبرهم انه مستعدين نتعاون معهم باي وقت بتوم اياه واحنا جاهزين لأيا شي وبنعرف انه هلأ بلش المجتمع الارستقراطي يتوتر شوي لانه السحر الاسود رجع ظهر خصوصا لكونت كان بيتمتع بسمعة طيبة وما حد اتوقع انه هالشي يكون بخصوه وبيتسأل شو اللي رح يصير بالمستقبل لكن بيسمع خدمه واتباعه عم يحكو انه الاصر هاد كتير هالفترة وحاسين بفراغ كبير لانه ما عم بيشوفو لالا عم تمشي مثل العادة ولا عم تتجول بكل مكان وبيحكي اكيد هي بالغرفة او عم تعمل شي مثل العادة لحالها لانه بتحب تعمل كل شي لحالها وتخطط اما لالا ففعلا بتكون واقفة حزينة وبتحكي انها وقاها تتطرف كأنه ما صار شي وبتكون قاعدة وتحكي ارجع للعودة لحلاءة غير مريحة واترك مسافة بيننا هو الافضل يعني نسيت هالشي لمجرد اني تعلم وبتقول لازم ارجع احترم حالي لانه نسيت هالاشياء ونسيت قديسي ومجروح مني بكتير شغلات ما بيعرفها لحيك لازم بسرعة قلقي طريقة ارجع فيها لجسدي لحتى اقدر اغادر هالما كان بسرعة وفعلا بتروح تقرأ بكتير من الكتب لكن ما بدلها اي شي ممكن يفيدها وبنعرف انه قصة تأسيس هالامبراطورية كانت بوقت اكتر زمن في السحر الاسود ولاعي لا لا سمعة الامبراطور الاول جارية بكل مكان لانه هو اللي وقف السحر الاسود لا هاللا المهم بتبلش تقرأ بالكتاب وتحكي خلونا نطلع بل كي نلاقي اي شي احتياطا ولو ما رح يكون لازم اغادر على المكان وعلاقي طريقة ثانية اعملي اللي بقدر اعمله لحالي لحتى اخفف على سيون الاذى والحضن اللي بيحس فيه المهم بينما هي عم تبحث وما عم بتلاقي شي بيفتح الباب سيون تتفاجأ انه اجف وبتحكي ليش اجيت لهون ولو نفس الشي وبتكون كمان اناسة معهم اللي لما تلقى التالى بتفرح كتير وبتحكي اخيرا الاناك تعال ارجع لعنا لكن لالا بتقول لا ما كان لازم سيون ييجي ولازم بس يتجنبني وبتروح فعلا تتجنبه لمكان تاني تتفاجأ انه لما تحكي شو اللي عم تعمله اتعلم هون هل كانت عم تقرأ الكتب طبعا بتنشل هيك لالا شوي وبتخاف بس بعدين انه بتحكي لها تعال اخذك لحتى تقرأ كتب مصورة وتشوف صور يمكن هيك تستمتع اكتر المهم تجي تاخد الكتاب لكن بتأشر هيك لالا انه يبقى معها فبيحكي سيون اتركيها بحالها ما لش خليها تعمل اللي بدها اياه وبيضل هو معها بالمكتب حتى ولوين كمان وتحكي لالا عن مكان الاميرة وهالمرة بتجي تبلش بالبحث من وقت اختفاءها ومن المكان اللي اختفت فيه وفعلا سيون بيصير يستصعب حتى النومة اكتر بكتير وبيحكي لما شفت لالا لأول مرة كانت فيها تعلب فكرت انه الموضوع متعلق بالسحر الاسود وانه صار عن طريق الصدفة بس بهذاك اليوم بالاصر الامبراطوري وانما كانت ارتسلا والكونت اقورتي طلعوا متورطين بالسحر الاسود فوه ذكر الاميرة مباشرة قبل وفاته وحكى انها قامت بجنازة بطريقتها الخاصة وبيحكي انه غريب كل شي بيؤدي لأرتسلا وبيسأل حاله هل في شي انا ما بعرفه اكيد وبيتذكر انه وقت وفات عيلته غادروا معظم الموظفين اللي كانوا بالاصر هداك اليوم والوحيد اللي بيئي معهم كان دقيس الخدم ليك بيروح ليعون معه وبقوله باليوم اللي توفى فيه اهلي ما شاركت بالجنازة ما شفت اي من جثتهم بالمرة فبيحكي فعلا كل اللي شفته هو جثمانهم من بعيد وبس فبيسألوا يعني هل كان بيش خطأ فيهم قبل هداك اليوم فبيحكي كبير الخدم بالوقت اللي كنت حضرتك غايب فيه اتدهورت حالة والدتك بشكل كتير كبير وكانت طول الوقت مشغول بالعناعي فيها فبيحكي سيون هاد اللي عرفته بالرسالة حاولت بعدها ارجع بسرعة وحاولت اخلص الاشياء اللي عم بعملها بس والدي ارسل رسالة بيحكي لي فيها انه مافي داعي اعمل هالشي لكن سألت وتوقعت انهم اتحسنوا شوي بوقت فبيحكي له كبير الخدم بالواقع وانت غايب زارت سموها الدوقية الكبرى يعني ارتسلة بينصدم سيون وبيحكي ما عرفت بالمرة انه لالا ايجت لهون ابدا ما حدا خبرني بهالشي من قبل المهم بيحكي له كبير الخدم انه بوقت ايجت قبل ما الوفاة تصير بيوم تقريبا او يومين فبيحكي هو غريب انها ايجت كانها بتعرف عن الجنازة او بتعرف انهم رح يموتوا المهم بيحكي ايجت وحكت مع والدك وقعدوا فترة بس ما بعرف شو اللي حكوا فيه بس لما ودهت بداك اليوم اتوقع اني فعلا شفتها عم تبكي يمكن شفت شي غلط يمكن لانه انا كبير بس ما بعرف بس اتوقع انه هالشي صار المهم سيون بيحكي مو حاسس انه عم يحكي تفاصيل كتيرة واضح انه اكيد شاف هالشي بس مو قدر اسد انه لا لا تبكي مستحيل طيب هلها شي اعلاق بزيارتها لعنة بعد ما يخلص كبير الخدم بيحاول يضل يتذكر وبيحكي صح اتوقع حتى بوقت شفت كانت مجروحة ومضروبة يمكن لازم احسن ارجع واخبر سيون باللي تذكرته وما بعرف كيف تقزت بس يعني المهم احكيله الحقيقة لكن لالة بظهر وبتمسك من رجله وبتحاول تحكيله لا تروح لسيون ما اكيد ما بيفهم عليها شو عم بتحاول تحكي وبيقول يمكن الاحسن انادي الخادمة بس بيسألها هل حضرتك بتحب تستنى هون لحتى اجب لك الخادمة فبتحكي لا لازم ما يروح لي قابل سيون وفجأة بيضرب البرق والرعد فبتشهر هي بالخوف الكبير وهو بيلاحظ هالشي فبيحكي واضح انك بتخاف من البرق فتعال اوصلك لغرفتات وهيك تقدر تمنعه من انه يروح لسيون واصلا هي اللي عملت كل هالسحر بس لحتى تورجي وتمنعه انه يروح وبينما سيون باليوم التالي بيكون عام يشتغل مثل العادة بيبلشو الخدم يحكو انه صار صعب كتير يقدروا يلمحوا التالبة او يشوفوها وانها طول الوقت بتكون مشغولة ولحالها او ما بتععد معانا كانت بالعادة تضل قاعدة مع سيون طول الوقت جنبه وهو بعقله بيحكي صح يمكن شكلها لقي الطريقة لا ترجع فيها لجسدها بس هالشي غريب لانه ما اتوقعت لأفعلا كل المعلومات اللي بدها اياها مثل هيك موجودة بكتاب وبيسأله شو عم تعمله فبيحكي له انت طول الوقت مزعوج وواضح انك عم تبحث عن التالبة بالسر فبليز كون صادق واحكي انك حزين انه التالبة مو موجودة هون فبيحكي له ومين قال هالكلام فبيحكي لون بقدر اعرف بمجرد النظر لوجهك لانه هالشي صار من قبل فبيحكي له وين تصار فبيقول لما اختفت الاميراء تسلا برضو بوقتها بقيت تستناها في الجو القاسي والبارد كون عندك امل انها ترجعلك او تستنى انها تعتذر على اللي صار ما انك بالنهاية ما حصلت على اي شي وزيش عن تعمل كل هات كرمال التالبة هو مجرد حيوان لأ ولو ياريتو بيسكت عندها الحد وبيحكي له يعني خايف بصراحة الناس يعرفوا انك مشغول ومضغوط وعم بتفكر طول الوقت بتعلب يعني رح تطلع كتير اشاعات غريبة عنك لهي كل احسن ترجع لواعيك فبيغضب هاي كسيا وبيقول لهم إيه على برة وبيحكي له حاضر شكرا على الاقل انك ريحتني من الشغل بعدها بيسأله الخدام شو اللي يصير وليش فجأة طردك واضح انه قد بان منك كتير هل حكيت لو شي غلط المهم لو ان قبل ما يغادر بيحكي لو ماشي بس رح احكي لك كلمتين إذا بدك ييصالحك بس روح وقرب منه وأنا متأكد انه رح يقبل أصلا فيك تعطي لحمة وخلص يقتنع لقي الغبة انه سيون بيحكي وكيف عرفت هالأشياء ما هو عم يحكي لأنه مجرد حيوان الماء بعدين لوان بيروح لا عند لالا وهو حامل طن أكلات فبتفرح لالا كتير وبنعرف انه لوان طلع اصلا بالعادة عم يهتم بلالا وعم بيجيب لها دائما أكلات بدون ما حدا يعرف ولا هيك لالا صارت تحبه شوي وبتقول على الأقل علاقتنا احنا الاثنين تتحسن أما هو فبيسألها ليش بطلت تيجي للمكتب وتعالي بإرجاعي لعن شو رأيك أخذك لهناك لكن لالا بترفض وبتحكي ما بدها تقدي سيون أكتر لأنها ما بتقدر تعطي الإجابة اللي بدوا إياها فجأ بيجي تابع تاني وبيحكي لالا وين سمعت أنه برح يتحركوا الليلة فبيحكي له هاي المرة الخامسة اللي بنسمع فيها هيك أشياء وبتوصلنا هيك معلومات فبيقول له فعلا بس شو بنقدر نعمل لازم نتصرف اتجاه الإشارات الصغيرة اللي بنعرفها بدل ما نفوت الفرصة وفوق هيك بتعرف لازم نعمل الأشياء اللي بدوا إياها سيون فبيحكي حاضر واضح أنه أنت ما بتعرف تستسلم أبدا المبلوان بيحكي له رح أغادر هلأ ورح أرجع لك بعدين فبتحكي لالا لو انصر له فترة مشغول لوانا بيروح كل ليلة وبتقرر أنها تلحقه لا تعرف شو الوضع وهل في شي تاني عم بيسيرية ما بتعرف عنه بس طبعا بتلاقي أنه في قدامها باب ضخم ما بتقدر تطلع منه وفيه طاصلان حراس بالأتام وبتقول له اقتربت رح يرجعوني لجوه وما حدا رح يخليني أطلع ما في ممر بهالمكان مثل مدخل لكلب أو هيك شي وبنلاقي لوان فعلا داه لأنه متوقع أنه فيه حدا تاني متعاون مع الكونت أغورتي وكان عم يستنى هالشي يسير وفعلا أخيرا بيقدر يعثر على المركيز ليدا وبيقول له قعد وما حدا سمى عليه يرجع لودا وبيقول له مثل ما توقعت فعلا المركيز داكتن هو اللي كان متورط مع الكونت أغورتي بس كيف عرفت فبقول له ما عرفت بس كنت بعرف أنه متورط بشي مشاكل مالية واختلاص ويك أمور بس ما توقعت أنه يكون متخبي بدوقية أغورتي وخمنت الموضوع بسبب حديد صار معي ومع الكونت أغورتي قبل فترة لما حكالي أنه فيه شخص قام بتعويد الخسائر والاستثمارات وربح لإله كنت متشكك بالموضوع بس وقته عملت شوية أبحاث وما لقيت أي دليل قاطع على الوضع بس كانت عندي شوية أفكار عن الموضوع وتركته يستمر لأنه كان فيه بيني وبين المركيز داكتن شوية مودة فجهلت الموضوع وما توقعت بالمرة يكون متورط بالسهر الأسود إذا موضوعه صحيح فهالشي مشكلة بيسأله لودن طيب شو اللي بتحب نعمله فبيحكي له لازم أروح وأشوفه بنفسي بيروح يقابله فبيحكي له داكتن من زمان ما شفتك شعوري كتير حلو إنك كبرت ما شاء الله وصرت شاب بياخد العائل فبيحكي له سيون بليس بلى هالمجاملات التافة وهالحكي اللي ما إله لازمة فبيقوله طيب بلاش واضح إنه حضرتك لسه فخور بعيدك كتير بتمنى يعني ما يضاء لها الكبرياء كمان شوي بسأل الآن لو أنت رح تقدر تصمد بدون الأميرة وعفكرة يعني مو كتير غريب إنه عائلتك ما صار لهم أي شي وورثت الدوقية بدون أي شبع تجاه المكان ما أقول عن جد أنت ما بتعرف أي شي وبريء تماما فبيحكي له سيون لا تلعب كتير واحكي الكلام بشكل مباشر فبيحكي له دكتن ليش هل حاسس بالخوف فبيحكي له سيون خوف شو شو هالهبل اللي بتحكي فيه فبيحكي له عن جد بتمنى أنه يكون هبل يعني خايف تسمع الحقيقة إنه الدوق والدوقة أصلا مجرد أشخاص لطيفين هل فعلا هم هيك وهل لسه بتحترمهم لا لا المهم يعني بيتمسخر فيه وبيحكي له إنه طيب خليك محترم أهلك بس لو بدك تضال هيك لا تبحث عن سبب وفاتهم ولا شو اللي صار بس لاقي حدا قلومه وأشعر بالغضب منه إنهم ماتوا وخلصة القصة بيغضب سيون كتير وشكله بيقتله وبيحكي بيكفي لهون وواضح إنه وفاتهم كانت مشريفة بس بما إنه هالشي صار بالدوقية هون فمسؤوليتي أعرف كيف ماتوا وليش طبعا لالا بتكون لحقتهم بالنهاية وحكت واضح إنه لسه زيان عم يبحث عن الموضوع اللي حكى الكونت أقولتي وبتمنى ما يعرف شي بس يمكن هو ما يستسلم بالنهاية وبنعرف من لالا إنها عرفت أصلا بكل الموضوع بيحادثة كتير بسيطة صارت بمنطقة أبس بوقتها بلشت تزور جميلة تتفتح بالساحة والكل حسب الفضول عليها محبوم كتير لكن هالزهور تسببت بسعادة بالبداية غير طبيعية بس بعدين صارت تسبب عنف بشري كانت تعرف إنه المركيز ديكتان هو اللي يزرع هالزهور لهيك تعقبته وصارت تلحقه بس لقيته بيزور دوقية أديلاسيا كتير من الأحيان بوقتها حصت بالغرابة خصوصا إنه بيقابل الدوق الأكبر كتير وإنه بيقابل كمان الأطباء المشهورين لعلاج الدوقية ولأي حدا بيعرف هالموضوع ما هيحس بأي غرابة لأنه المركيز ديكتان من عائلة معروفة بالطب فبيفكرون بيجتمعوا لا يتنقشوا بالأمور الطبية لكن هي بمعنى عرفت اللي صارت بمنطقة أبس شكت وخافت إنه عم بيحاول برضو يقضي الدوقية هون ساعة سيون لايك لحقته وكانت خايفة عليهم ولايك زارتهم لا تتضمن بالوضع لكن بالنهاية توفو الدوق والدوقة وما قدرت تقنعهم لأنه الدوق الأكبر كان مصمم بشكل كبير وبتقول هي إنه بعد فترة انطرد المركيز هات بحجة الإختلاص وتم استخدامه كطعم لحتى يتعرفوا على مستخدمين السحر الأسود حصلت على كتير معلومات عن السحر الأسود بوقتها بس ما قدرت تكمل لأنها تحولت لها هالشكل وبتقول بكل الأحوال مبسوطة إنه سيون لإيني وفعلا بيوصل سيون لآخر مكان معروف كانت فيه وهي منطقة أبس وبيحكي كان فيه ضجة كبيرة حوال هروبها من المنزل بوقتها وإنه هالشي الداخل مع توقيت اللي صار بحادثة أبس وإنه كانت من الملك المركيز داكتن هاي هي المعلومات اللي قدرت لواني وصلها كلها وبيحكي هلأ لما عرفت كل هالأشياء ما أتوقع إنه فعلا الأميرة هربت ولا أي شي من هالكلام فبيحكي سيون فعلا واضح إنه إردازلا كانت من زمان بتعرف عن السحر الأسود وكانت عم تتبعه لحالها بيدون ما حدا يعرف وتحل الموضوع بس بيقول طيب ليش إذن عملت جنازة أهلي شروطها الخاصة وبسرعة وبيطلب من لوان ييجي معه وبيقوله في مكان لازم نروح له وبيقدر فعليا يعرف إنه أهله كانوا متورطين بالسحر الأسود وبيأهدوا لغرفة أهله بيسألوا لوان ليس جينا لهم وشو اللي رح نعمله فبيحكي لو في شي لسه ما عملته به المكان فبيقوله عن شو عم تحكي فبيقول به المكان ما في أي حجر سحري صنعه ساحر حي الأحجار السحرية اللي تركوها أسلاف إدالاسيا ما بتنوجد غير الماناة الطبيعية به المكان ومن وقت مطويل الحادث اللي صارت للكونت أغوتي خلتني أدرك هالاختلاف ليش هلأ قدرت أفهم كل شي واضح إني عن جد ما بعرف أي شي عن أهلي وبيحكي عن جد أنا طلعت مجرد غبي بالمقاننة فيه إرتسلا عرفت كل شي وحتى ما يتم الاشتباه بتورطي بالسحر الأسود عملت كل هالأشياء لا تحميني وتحمي دوقية إدالاسيا كلها وحتى لو كان هالشي على حساب إنه تتدمر تمعتها والكل يتمها غير ما لي أنا عملت كل هالأشياء وبعد ما يكتشف كل هالأشياء بيروح يعود مع إرتسلا وبيسألها حاولت لي تهرب من عنا فبتقول له لا مهيك الوضع أتوقع في سوء تفاهم لمن بيقدم لها المدري تفاحة بس بيحكي لها أنا حلوة تنتطويرها وهي ما بتقدر تقومها وبتأكلها وبتشعر بسعادة كبيرة المهم بيحكي لها سيون هلأ عن جد بخصوص وفاة أهلي ليش ما خبرتيني عن اللي صار خبريني كيف تورطه بالسحر الأسود بتحسيها بالحزن إنه عرف الموضوع بالنهاية معنوية حاولت هالشي ما يصير وبيقولها هلأ قدرت أفهم كل شي وليش ما حقتيلي بس كان على الآل لازم أنا تخبريني فبتعتذر منه وبتحكي كان بدي تتذكر أهلك إنهم لطيفين وأنقياء وما تتذكر أي شي تاني فعبي يحكي لها شكرا كتير فكرت بعائلتنا كلها واتعرضت لكل أنواع سوء الفهم اللي صارت لتجنبيني أتعرض للأذى ما كنت بعرف إنه ممكن تعملي كل هالأشياء وما كنت بعرف إنه أنا بسببك وصلت لهون ما بتحكي عادي أنا ما كروها بالفعل وسوء فهم تاني ما رح يغير هالأشياء لكن هو بيقولها بليز خبريني الحقيقة هل أهلي فعلا؟ عملوا أشياء الضر بالإمبراطورية لكن هون تتفاجأ هي أكثر وبتحكي لا واضح إنك فهمتني غلط هم ما كانوا بيستخدموا السحر الأسود بها الطريقة وهم استخدموا علانية جيدة وبتكتب له كل اللي صار إنهم حاولوا يستخدموا السحر الأسود بحل أخير لأن والدتا كانت مريضة كتير وكانوا بيتهم يحاولوا يخلوها تعيش فتمسكوا بالأمل الوحيد المتوقع طريقة ما فبينصدم هو وبتحكي له هي هم بس عن جد كانوا كتير قلقانين عليك حتى النهاية طبعا هو بينصدم أكتر لما يلاقي حاله قادر يسمع صوتها بينصدموا الاثنان بس هي بتحكي يمكن لأنه بقيت معه لفترة طويلة بلش السحر ينتقل وبعدها بتحس إنها عم تفئد الوعي بتفيقه هي ملاقي حالها موجودة بغرفة سيون وبتحكي وين تصار هالشي وانت نمت بس ما بتكون عارفة الحقيقة لما تفتح خادم الباب وتلاقيها فايقة تفرح كتير وبتنادي الكل وبتحكي التعلبة فقت أخيرا ودستدعي الكل حتى سيون بيجي بسرعة ليشوفها وبيخبروه إنها كانت نايمة من يومين طبعا هي بتنصدهم وبتقول ليش صار هالشي وكلهم بيكونوا مبسوطين وصيهم بيكون واقف من بعيد عم يتطلع وهي تحكي ليش هيك صار وبيسألها شو صار وليش هيك صار معك فبتحكي يمكن انتقلت بعض القوات السحرية ومو ضايلة كتير المهم هو بيقولها طيبو أنت نايمة أنا عملت بعض الأبحاث وقدرت أعرف إنه رجعت لك هلأ قدرتك السحرية وتحسنتي لأنه وانت نايمة رجعت جمعت الطاق اللي حواليك لقوة سحرية بحالة نادرة وبيقولها يعني لما تقضي وقت معي أكتر رح تقدري تتأثري بالماناة خاصتي وتقدري تجمعيها بالتالي لهيك ما تم إنتاج بس كمية قليلة لأنه كنتي لحالك وانهرتي بعد ما حكيتي جملة واحدة بس هي بتحس إنه تمام وهالشي اللي حكاها كتير حلو وإنه بتقدر تحصل على قدر من الماناة مع أنه طبعا هي طول حياتها كانت مباركة بإنها بتنسلك ماناة لا نهائية بس لقاها صارت بها الجسد وبتحكي عن جد الحياة مسخرة المهم بتقول هلأ بقدر أحكي على الأقل وأقضي شوية وقت معه ولو بدها تحكي معه لازم تكون جمعت ماناة لا تقدر تحكي ويسمعها وبتقول هلأ بقدر كمان أتمكن أحكي وأعمل أشياء تانية وهو رأى ما رح يمر وقت طويل إلا وأرجع لشكلي الأصلي أما هو فبيكون عم يتطلع فيها هيك ويسأل حاله شو اللي عم بتفكر فيه هي بتكون عم تتسأل هل في طريقة تقدر تجمع فيها الماناة بشكل أسرع بتروح لحتى تاخد الغراض اللي بتنتمي لإلها وتستخدمهم وترجع الماناة السحرية لسحرها لكن ما بيزبطها الشي وبتستغرب ليش جسدها عم يرفض السحر الخاص فيها وبتحكي يمكن هالشي صار بسبب إنه السحر الأسود اللي حاولوا يستخدموه أو إنه الموضوع بده ماناة أصلية من الأحجار اللي بتمتلك الماناة الكبيرة بس هالأحجار غالية جدا فهل من حقي أطلب هيك شي من سيون أنا أصلا بدل ما عم بوفي عم بزيد ديوني أكتر وأكتر وبتحكي حل الليل وعن قريب سيون رح يجي وبتتسأل إذا رح يجي أو لا وبتقول إنه أخمة عليها وما قدرت تحكي بطريقة مناسبة بوقتها فهل رح يرجعوا يعيدوا المحادثة المهم بيفوت هو فعلا بعد شوي وبتفرحيه وبتحكي كنت عم بستناك أما هو فبيستغرب إنها ما كانت نايمة وبعد ما يتصالحوا بتحس إنها ما قدرت تنام بالمرة وحلمت بكتير أحلام بشها حتى صحيت بحالة سيئة وتقول مو أدري أصدق شو هالصلح اللي بيغذي اللي يسبب لي كل على المشاكل أما أنيسة فبتيش وبتضمها وبتحكي لها إنها طالعة كتير حلوة بينما هي بتكون عم تنخنق من كتر محاضنتها بس أنيسة بتلاحظ إنها تعبانة وبتستغرب وبتتسأل ليش فبتنط لالة من عندها وبتروح لتشوف سيون وبتقول إنها ما شفت الصبح وبتتسأل هل هيك كان حالة سيون قبل لهيك أصلا بيكون بارد لأنه ما بيعرف ينام كتير ولعيك بتقرر إنه لازم بتاع سيون لينام ويتحسن شوي ولما تروح لعنده بتلاقي عم يشرب قهوة فبتحكي له مجنون شي ما عم تعرف تنام وبتشرب كافيين وبتبلش ترمي فيها بينصدم هو بيحكي لها شو مالك وليشك عم تتصرفي وهي بتقول له لا تشرب قهوة بيطلب منه وني جب له كاس تاني لكن بترجع ترميها وبتحكي إنه القهوة سيئة للنوم أما هو فبيحكي شو اللي يصير بمخها وليش عم تتصرف بهذه الطريقة المب لوين بيفهم شوي وبيحكي له شو رايك تقلل من شربك للقهوة بهالوقت بيكفي أصلا إنه المرة الماضية أغمى عليك بسبب كل هالأشياء فبيحكي وانت صار هاشتي فبيقول له لوين المرة الماضية لما كنا بنقوم بالتحقيقات فبينكر سيون إنه هالموضوع صار بالمرة أما لالا فبتغضب منه أكتر وبتلاحظ إنه فقد من وزنه وفوق هاد قال عم بينامه وهو ممتغطي تماما مع إنه حدا بيحس بالبرد من نسمة بسيطة وبتقول لازم أساعده ينام بشكل أحسن ولهيك بتروح لعنده لتضمه وتقول إنه لو لفته بالفراء رح يساعده على النوم أما هو فبيحكي شو عم تعملي هل بتحاولي تقتليني هل هي خطة لتمنعيني من التنفس أثناء النوم فهي بتنصدم هيك وبتحكي له شو أنا عم بحاول أحميك لحتى تنام وبتقوم بتعطه فبيحكي لها أتوقع لو عضيتيني عن جات رح أنزفه أموت فعلا فبتروح وبتنام فوق المخدة وهو بيحس بالدفع وبيحكوا إنه من زمان كانوا يناموا بهالطريقة ولهلأ عم بيحسوا بالدفع النوم باليوم التالي جينصدم كبير الخدم لما يحاول يدور على سيون وما يلاقيه في أي مكان ويحس بالفضع وهو عم يبحث عنه لأنه بيعرف إنه عنده أرق ودائما بيكون أول واحد فائق بكل الدوقية كلها وبيستغربوا الخدم وين سيون بيروح يبحث عنه بكل مكان وما بيلاقيه وبالأخير بيقرر يفوت لغرفته لا يتطمن عليه ويكون مفكر إنه يمكن أغمى عليه فعلا بيفتح باب الغرفة لا يلاقيهم نايمين بهالشكل هاد ويحس بالسعادة إنه أخيرا عم بيغط بالنوم ويقول هالشي يذكروا بالطفولة لما اختفوا فجأة هو والأميرة مرة تانية وبوقتها كانوا أطفال وبحثوا عنهم بكل مكان وبالنهاية رقيوهم تحت شجرة لتنين غافيانين وبيتسأل كيف هالشي صار مرة تانية لو أحلى شي بيحكي كبير الخدم هلا لما تذكرت الماضي حسيت فعلا قديش أنا كبير وشكلي شوي ورح أموت بعد بيجي لوين وبيسأله هل أنت رايح لا تشوفي سيون فبيحكي له فعلا في شي لازم أخبره إياه فبيقول له إذا الموضوع مو عاجل ولا كتير مهم الأفضل تستنى لأنه أخيرا عم بينام بشكل جيد بينصدم لو أنه بيقوله عن جد خليني أشوف فبيحكي له معقولة عم بينام بشكل منيح طبب التعلب والإثنان بيحسوا أنه هالتعلب صار شي مميز كتير بالنسبة لسيون المهم بيفيء بالنهاية سيون من دفاشة لالا حتى وهي التعلب وبيحكي هل هي عم تعمل هالأشياء بالعمد؟ بقول له هي هب لايك بالفترة وبيقول أخيرا نمت بشكل لليد بعد وقت طويل وأنه لالا شخصية مو متوقعة وما بيعرف شو ممكن تتصرف بأي لحظة لأنه عندها أفعال غريبة وبيحكي هلأ لما عم بشوفها بالشكل كتير عم تشبهت لالا وهي طفلة وبعدين في الليل بيعضوا مع بعض وهي عم بتحاول تستجمع معنا قد ما بتقدر وهو يسألها إذا الشي ما عم يزبط وبيحكي لها إذا بدك كمان أحجار خبريني ورح أحضر لك إياهم شو مكانه تفرح هي كتير بس بتقول لا ما لازم أعمل هالشي بعد بشوي بيجي لون وبيحكي لسيون أنه في ضيف إجاب بدون ما يحدد مبعد وبيحكي أنه لازم يشوفك فبيحكي لو سيون حكي لو يرجع بعدين ويلتزم بالإجراءات المناسبة للزيارة فبيحكي فعلا أنا كنت رح أحكي له هالكلام بس هو حكي أنه الموضوع ما رح يستغرق سوى وقت قليل جدا وبنلقى الشخصية اللي إيجات هي خادمة لالا السابقة اللي إيجات لعن تيون وقالت له إنها جاي قال عم تبحث عن الأميرة فحكى لها ليش عم تبحث عنها بمكان ما إلها أثر فيه الأميرة مو هون فقالت له لا أنا متأكدنها هون بس ما بعرف كيف الشي عم بيسير وفي شيء عم بيمنع سمو الأميرة إنها تظهر لعيك رح تحتاج لحدا يتصرف باحترافية بتكون لها لحزينة ومعارف شو تحكي وبترد الخادمة وبتقول بوعدك إنه رح أحسن خدمة سموها ومستحيل أخونك بالمرة لعيك بليس خليني أشتغل هون وبغض النظر عن عدد المرات اللي حكى لها سيون فيها لأ وإنه لالا مو موجودة بهالمكان كانت الخادمة مصررة لها يقرر إنه رح يمنحها فرصة لتثبت موقفها وكانت لالا عم تتسأل شو لي عم بيفكر سيون فيه وبنعرف إنه هالخادمة اسمها سونيا وهي صارت هلأ خادمة التعلبة وحكت لإنه رح أعطني فيك بالمستقبل وأذر كل جهتي لأخدمك أما لالا فكانت مو كتير مرتاحة بهالموضوع ما بارف ليش كانت حاسة إنه خادمتها سونيا عند تصرف بود كتير كبير وهالشي معاجبة وقالت إنها قبل كانت أكتر صراحة وما كان عندها الحركات والمجاملات المهم سونيا بتغيب شوي وبترجع وهي جايبت لها الوسادة الخاصة تستغرب لالا وبتغد عليها لا تنصدم من نعومتها وتقرر إنها فعليا المفضلة عندها فبترد سونيا بتقول عرفت إنه رح تعجبك لدرجة إنه لالا حست وكأنها رجعت تنام على تختها وكأنها أميرة من الراحة وحكت إنه فعلا سونيا رائعة بس لازم تتحقق وتتأكد إذا فعلا فيها توثق فيها وخلال الفترات الباقية ظلت سونيا تحاول تثير أعجابها وفجأة لقيتها واقفة قدام سيون ولوين وواضح إنها مو بحالة جيدة أبدا وبلش سيون يحقق معها وقالها في عندي دليل إنه كنتي عم تجسسي بالأطر فمين اللي أمرك تعملي هالشي وبتحكي لالا إنه سونيا كانت دائما هادية ومنظمة حتى لو كانت جاسوسة فمستحيل إنه يتم القبض عليها بهالسهولة لهيكا شي غريب المهم بعدين بيعد يحكي أكثر معها وبيحكي لها أنت حكيتي إنك شفتيني بالذكرة السنوية للتأسيس بالأسر الإمبراطوري بس أنا متأكد إنه ما شفتك بالمرة فبتحكي إنها بمعاونة خادمة بالأسر الإمبراطوري نكرت بهاية خادمة وبوقتها سمعت محادثة سيون فبيحكي لها ومين سمح لك وكيف توصلي لأنك تبلشي تجسسي وتتنصتي علي فبتخبره إنه ما كان هدفها تتنصت بالمرة بس اللي صار كان بالصدفة هي كانت بدها تستفسر وتسأله عن شي بس طبعا كخادمة ومسموح لها إطلاقا إنها تحكي مع دوق لهيك حاولت هي تراقبه من بعيد لتقدر تعرف التحركات بما إنه نفسها تلاقي الأميرة لالا وما عم تقدر فتوقعت إنه خطيبها ممكن يدلها على مكانها لهيك كانت عم بتراقبه وهيك بتفهم لالا إنه صحيحهم الاتنين ما حكوا يعني مع بعض لأنه تكشف هويتها وتعرف إن هي التعلبة لكن سيون حكى عنها بشكل عام وهو قاعد وبأكتر من مرة لهيك هي ممكن تكون توقعت إنه بيعرف شي عن لالا وبتقول له سونيا أنا ما عمري خبرتي الأميرة بشي بالمرة بس هي أحسن إنسان قابلته بحياتي فاجأت لالا كتير خصوصا لما سونيا حكت إنه لما تخليت عن حياتي سمو الأميرة انتشلتني من القاع وسمحت لي أعيش كخادمة لإلها وكمان كان الوقت اللي قضيته معها أكتر متعة من ما تصورت فبتشعر لالا بالخجل لأنها ما توقعت بالمرة إنه فيه أي حدا بيحبها وبتحكي له وبتفهم رغبتك إنه بدك توثر على الأميرة وأنا نفس الشي فبيحكي لها سيون طيب وأنا متفهم رغبتك بس شو سبب زيارتك لإلي فبتحكي له لأنه الأميرة من قبل خبرتني بقصة بيطلع هو هيك بقى التسلا وهي بتنجلت لما تبلش تحكي إنه القصة كانت بحكي عن تعلبة كانت قصة تعلبة سكنت بالأصر الإمبراطوري ولتقت بفتاة فبيحكي لها والله ما عم رسمعت عنها القصة من قبل فبتحكي لأنه هي على الأغلب ما حكت لها القصة إلا لإلي حكت إنه القصة كانت مختلفة بس عرفت الحقيقة بوقتها هي هي قصتها معك إنت وأنا قدرت أكتشف هالشي وهيك بتيجي تنحني سونيا وبتقولها شرف كبير أرجع ألتقي فيك سمو الأميرة فبتحكي لالا معها وبتقولها سونيا وأنا كمان اشتقت لك تنصدم سونيا وبتقولها صوتك أنا قادر أسمعه فبتحكي لها لالا بعرف وأنا كنت ساكت لأنه ما كان لازم أكشف عن هويتي فبتحكي لها طيب تمام مميح إنه حكتي لي إنك بتقدر يتحكي لأنه بصراحة كنت رح أتجاهل الأشياء المزعجة اللي بتعمليها بما إنه ما فينا نتواصل بس على بما إنه عرفت إنك بتقدر يتحكي راح أحكي لك إياهم فبتنجلت لالا المهم بعد أن تحكي لها رتحت كتير إنه بقدر أسمع صوتك وبتأثر لالا كتير بعد أن بيعدوا أكتر وبيحكوا سوا وبتسألها لالا ليش هيك تغيرتي فجأة فبتحكي لها سونيا بصراحة دمت كتير بعد ما اختفتي وضليت أتسأل وأفكر ليش اختفتي وش اللي صار كنت بشهر بالفخر والخجل كتير وحكيت إنه من هلأ راح أخبرك أي مشاعر بحث فيها لأنه كنت خجلانة ما أخبرك من قبل لهيك بليس راح أعطيني فيكي قد ما بقدر تتشكرها لالا وبتحسيه كمان بالإحراج وبتقولها سونيا بس للأسف بما إني مو نبيلة حقيقية فصعب راح يكون إني أقوم لإلك بعض المهام بس هل بتحب تلاقي شارلوت فبتحكي لها شارلوت معقول فبتقولها إنه شارلوت كتير بتحبك ولسه مش تقتلك فبتحكي لها لالا بس أنا حاسة إنها كرهتني وبسبب إنه اختفيت فترة طويلة فبتحكي لها لأ لسه هي مقتنعة إنك على قيد الحياة وإنتي الوحيدة اللي فيكي تتنقل بحرية بالأوسط الاجتماعية بدون قلق من اللي ممكن يفكروا فيه النبلاء وبنعرف إنه شارلوت بيتم وصفها كشخص عادي بخالف العادات بالمجتمع الإمبراطوري وهي عضو ثانوي بالعيلة المالكة ولايك أخرجت نفسها من هالمنصب وغيرت اسمها وصارت مغنية أوبرا شارلوت واسمها الحقيقي دي ليلة وما بعرف كيف هاي طفلة ما علينا المهم بعدين بتروح لليلة ولتقابل الدوء اللي عزمها وبتحكي له هاي هي أول مرة وبحييك بصفاتي شارلوت نظرا لأنها كانت فرد ثانوي بالعيلة المالكة فهي طبعا بتعرف سيون وهذا هو أول لقاء لألهم من الوقت اللي صارت فيه مغنية وبتحكي له هي فعلا مروق طويل من إني أزور مقر إقامتكم لكبير هاد فشكتا إنك سمحت اللي أزورك بس ما توقعت إنه فعليا أنت بنفسك رح تقابلني طب يقولها سيون أنا قمت بدعوتك لأنه هاي أول مرة بسبب أحد ما عارفي لأنه الحديث عن شارلوت كان على كتير من لسانات الناس ولهيك بتعدوا النبلاء عنها خاف وقال إنه الكلام ما هي أدي لفضيحة الموية بتحكي له طيب شكرا وإذا بتحب نعود ونحكي وفعلا بيعدوا الاتنين وبيحكوا وبتحكي له تعرف أتوقع السبب لا خطفاء التسلا لا لا هو إنها مع حبها الأول اللي ذكرته من قبل تنشل هيك لا لا وبتحكي شو عم بتقول وبتحكي كمان شارلوت أنا بتوقع إنها فعليا هربت وهلأ هي مع حبها الأول ولهيك هي ما رجعت ولالا طبعا مجلوطة أكتر بهالكلام فبيسألك سيون حب التسلا الأول مين بيكون؟ هي أول مرة بس مع بس شيء وبيلف لا يشوفها فبيشعر إنها فعليا متوترة وبتحكي شارلوت أنا متأكدة إنه كان عندها حبيب وبتقول سونيا وأنا كمان متأكدة ومثل ما بعرف هي حبته كتير فبيموت سيون من الفضول وبيسألهم مين طيب هو فبتحكي سونيا للأسف ما بعرف ما حكت أبدا اسمه فبتحمد الله لالا إنها انهارت قبل وغفيت قبل ما تحكي اسمه بتعترف إنه هو سيون وبيحكوله قال إنها حكت إنه تم هجرها من حبيبها أصلا قبل ما تعترف له فبيتطلع هيك فيها وبيحكي أنا كتير فضولي بصراحة لو كنت بعرف إنه عندها حب أول كنت ساعتها فهي بتطلع فيه بغضب وبتقولها شارلوت يعني على فكرة في عدد قليل من الأشخاص اللي ممكن تتوقعهم يعني عم بتحاول تلمح له وبسوى مواصلته عكل حال بعدين بتحكي لالا أظن إنه ما في دعي أكشف عن هويتي لشارلوت لأنه مضو عشر سنين من آخر مرة شفتها فيها وبتحكي شارلوت مرواق طويل من الوقت اللي قدرت أستمتع فيه وأحكي بعد اختفاءها بصراحة ما توقعت إنه نقدر اللي تلاقها بس أنا متأكدة إنها بخير لأنها من النوع اللي ما بيموت لو شو ما صاله لأنه رتسلا كانت هادي النوع من الأشخاص بالنسبة لإلي كانت حدا كتير عظيم لهيك أنا متأكدة إنها لسه على ما يرام وبمكان ما لهيك ما رحت لجنازتها فبتتأثر لالا كتير لما تعرف هالشي بعدين شارلوت خلاص بتزاق وبتحكي سونيا أكيد ما اتصلت فيه وحكتي لي آجي لهون بس كرمال أشوف إنك صرتي خادمة بقصر سيون إذن شو الموضوع اللي بدك تحكيه بعدين هيك بتحكي لها معقول توقعي إني ما بعرف في الأميرة أنا شفت إنه التحكم بقوتها السحرية كان مو مستقر وشفت كتير أشياء وبتلتفت لا 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 وبتحكي لها ارتسلا معقول فكرتي إنه ما رح أقدر أتعرف عليكي فبتتفاجأ لالا كتير وبتحكي لها من وين تقدرتي تعرفيني فبتحكي ولو سونيا اللي رفضت دائما أساعدها من المستحيل إنها تشتغل في دوقية إدالاسيا بدون أي سبب بالإضافة للتعلب اللي ظهر فجأة واضح إنك عم بتحاول بجهد تخفي هويتك بس شو رح تعملي لأنه أنا عفكرة قدرت أكتشفيك عاكل حال شارت بتقولها أنا كمان رح أساعدك ورح أكون إيدك اليمين وشو ما بدك رح أعمل واتبري سداد لديوني فبتحكي لها لا لأي ديون فبتقولها ولو فضلك صرت مغنية ومن أشهر حتى قمت بأداء عرض للدمية المتحركة فبتفرح لا لا وبتقولها عن جد أنا كتير فرحت لك فبتقول شارلوت كان كتير حلو وكنت رح أعزمك بوقتها بس لإيدك اختفاتي وهشتي خلاني أحزن كتير لك بليس تعالي المرة الجاي وشاهدي الأداء لأنه رح يكون جائع فبتحكي لها لا لا أكيد المرة الجاي رح أجي وأشوف فعلا مدى نجاحك وتعالوا نشوف قصة شارلوت أو بالأحرى قصتها قبل ما يصير اسمها شارلوت لما كانت يا ليلة لما كانت طفلة كان حلم حياتها وفرحتها الوحيدة تكون لما تغني وطبعا جمهورها كانوا مين سيون أوه لا لا بس للأسف طموحها ما كان شي مقبول خصوصا لوالدها الطماع اللي بده يستغل زواجها من أي شخص غني لحتى ياخد أموال طائلة تكفي حياته وبالنهاية الثارة يا ليلة إنها تيجي تقدم طلب المساعدة من الإمبراطور ومن الأميرة وحتى بهذاك الوقت حتى لو كانت هي عضو ملكي فما بإيدها تساعد هالشخص مساعدة خاصة وشخصية لهيك انتهى فيها الأمر إنه تختار الطريقة الأمثل من نظرها وفاوضت والدها لحتى يحل عنها وتخيلوا إنها أعطته ميراد جدتها الثامين اللي ضلت تعتني فيه لوقت طويل وبيحكي لها والدها سمعت إنه هذا صار لإلك فإذا بدك تنقلعي وتعطيني إياه عادي وما رح يكون عندي أي مشكلة وبوقتها شالوت انصدمت كتير لأنه الشخص الوحيد اللي بيعرف عن هالورثة كانت لالا ورعك راحت وعصبت وصرقت في وجهها وحكت لها كيف بتسمحي لحالك إنك تخبري بهالشي وإنت بتعرفي أدي هالأرثة بيعني لي فحكت لها لالا أنا سألتك إذا مستعدة تواجه العالم كله كرمال طموحك وكان جوابك هو إنه أكيد مستعدة تعملي أي شي لك ما فيك تتنازلي عن هالأرث لحتى خلاص يحل عنك بوقتها شالوت كتير عصبت منها والدايئات وشرحات العلق شالوت اللي صار وقالت لها بفضلك غادرت مفلسة وقمت بكتير من الأعمال الشاقة وكل ما سورني الشعور بالندم كنت أخلي حالي أستاء منك أكتر لحتى ما أندم وبعدها ادخرت مال ووضعت أساس وقدرت أصعد لحلبة المسرح وبوقت أدركت حقيقة أنه بقائي آمنة بغرفة متهالكة مع مقبض مكسور كانت أفضل بكتير من لو أني ضليت مع والدي وبوقت عرفت أنه الفضل بالأشياء اللي وصلت لها هي أنتي لأنه كان في كتير ناس طيبين قدروا يساعدوني مع أني شخص مفلس وهالشي عرفت أنه أنتي سببه فلش ما خبرتيني أنه أنتي عم بتحاول تساعديني بطريقة تانية وخبرتيني أنه هاي هي الطريقة الوحيدة لحتى أقدر أكون فعليا مغنية فحكتي الهلالة لو عرفوا أني عم بساعدك كنت وقتها رح أطالب أني أفسر السبب وحتى لو هربتي من العيل الملكية كان رح يتم صاحبك مرة تانية نعي كل اللي تمنيت وأني أشوفك واقفة على مصرح وتغني شامخة ولعي كان دوري بسيط وبصراحة ما هتميت بحدوث سوء الفهم لأني كنت عارفة أني رح أنكرها بالمستقال فبتحكي لها شارلوت متل ما توقعت أنا على فكرة كتير غيرانة منك فأنت كتير بارعة بالتباهي من اللي بتعملي عاكل حال يعني بعد ما نحلسوا الفهم اللي صار والتنتين خلاص عرفوا إيجات حكاتي لها شارلوت طيب شو اللي بدك إياه مني وشو ممكن أقدم لك حكاتي لها بما أنيك قريبة هلأ من الدلائر الاجتماعية فبدي إياك تكون مركزة كتير بالإشاعات اللي بتنحكها واللي ممكن تسبب صراعات بين الناس وبدي إياك تحاولي تعرفي مين عم يسعى نحو مكانتي الاجتماعية الفارغة فبتسألها صونية طيب وأنا شو بقدار أعمل فبتحكي لها لالا إنت بتعرفي البنات اللي موجودين بالأصل الإمبراطوري فهيك ممكن تعرفيه للأخبار وأكثر شيء الآن اللي سمعته عن اللي نحكى عن الإمبراطور المهم حكت لها تمام أنا رح أكون مستعدة لياه شيء وصونية حكت كمان أنا بدي أطلع والتفاون هاي رح تقداري تجيب لها بعض الأخبار من الأصل الإمبراطوري بعدها حكت شارلوت بما أنه هلا أنتوا قاعدين خلوني أهدم لكم بعض المعلومات المهمة وحكتي لها من وينتوا بتعرفي عن السحر الأسود فهلت لها لعرفت عنه قبل فترة مما أتعدد لها الحادث وبصراحة بوقتها ما حبيت أكشف أي شي لأي حدا لأنه خفتي زيد الارتباك خصوصا أنه حسيت حالي ضد منظمة متنظمة وعم تشتغلي بشكل جيد وكانها شيء صعب علي وكان تحدي كبير ما قدرت أهزمه لحالي لكن الركيز اللي استندوا عليها لا يحققوا مرادهم وأخيرا بنشوف اجتماع اللي بيستخدمه السحر الأسود اللي كانوا عم يحكوا عن اختفاء ديكان وحكوا أصلا معلش يعني هو مو شخصية مهمة بس حسين أنه دوقية إدالاسيا الهقيت بالموضوع بوقتها نطهت اللي اسمه ديكلن وحكى أتوقع أنه طلعة الدوقية داهية أكثر من ما تخيلنا وعادي بطل في داعي نغفل الموضوع أكثر بس أتوقع أنه لازم نغير شوي مخططاتنا نطهت أحد وقال له ممكن أستفسر عن صحة اللي بينحك بشأن موت الأميرة بحكى لو ديكلن هل بتشك بالموضوع فقال له مو أني ما بوثق بأقوالك بس الموضوع صار من قبل مع الكونت ونصح بعهدنا كتير وما قدرنا ناثر على جثة الأميرة لهيك في احتمالية أنها لسه عايشة حتى هاللحظة بينصدموا وبيخافوا كتير بس ديكلن بيقولهم طيب وخليها تكون عايشة لو شفتها بأي لحظة رح أنقض عليها وأقضي عليها بثواني وحكى لهم يعني باختصار الأميرة ما بتشكل أي تهديد بالنسبة للي فلايك لا تكونوا خايفين ولتفت له وقال له هلأ اقتنعت ولا شو فحكى له أكيد بما أن حضرتك موجود فأنا واثق فيك قال له ممتاز لو المرية اللي جاي ترجع تشكك فيه يعني ما رح تقلق بخصوص الأميرة لأنه أنا اللي رح أقلق وبنعرف أنه فعليا هاد اللي قابلها قبل ست شهور من اختفاءها يعني بوقت اختفاء هاد قابلها وهي فجأة بتحكي ليش حاس إنه في حدا عم يتآمر علي وكأنه في شي شرير عم يصير أو رح يصير وبتقول لها خليني أتجاهل الموضوع وأركز بطاقتي وأحاول أرجع أشغلها وأجمعها قد ما بأطار وكل ما زادت مدة استعمالها للطاقة كل ما حست إنها تعبت أكتري وشوي شوي صارت برضو تقدر تستخدم شوية قدرات سحرية متنوعة عن قبل وصونيا كانت تهتم فيها وبإطعامها أما شارلوت فإيجادت عندها خبر حلو وي إنها جهزت مأدبة وكمان رح تغني بحفل أوبرا ورح يكون في كتير من السيدات من الطبقة الراقية اللي رح يكونوا موجودين فطلبت منها لالا إنه تاخدها معها وحكت لها أكر حاجي أخذك قبل الوقت المهمة تحمست لالا وحكت إنه في شخصية اسمها سيريان لازم تقابلها بعدين إيجا سيون لعندها وطلع بيعيك بنظرة فحكت له لش هيك شكلك حاس إنه رح تحكي لي شي ما رح يعجبني فبيحكي لها شايفك كتير من شغلها الفترة فبيحكي لها بس بطلت أقدر أشوفك إلا وقت النوم أو وقت الأكل يعني صار كأنه يمر وقت طويل من إنه أقدر أشوفك ولا نععد فيه مع بعض ولا خلص بطلت بحاجتي لما لقيت شخصيات غيري فبتحكي له أوه شكلي هلا أفهمت واضح إنك عم بتغير إني عم بقضي وقت مع ناس دانين غيرك فبيحس هو بالإحراج وفعلا هي الحقيقة وبتحكي له بما إنه مبين إنك انزعجت فلا تقلق فيه كمان مكان لإلك فبتحكي له إنها رح تاخده لا يحضر حفلة تشارلوت وهتكون فرصة لحتى يشوفوا نتيجة أفعالهم وهي دعوة طبعا لمقدبة الأبرا مثل ما حكينا وطلبت منه ييجي معها وقالت له بليس ساعدني فحكى لها حاضر وارتدى هالملابس وحكى لها ليش كتير لابس أشياء مبهرجة فحكت له شو عم تحكي إحنا رايحين لنحضر قاعة أبرا ولازم نكون لابسين ملابس براقة ومتناسقة وقال أحنا شينه لتنين مطأمين فبيحكي لها ليش متحمسة لهالدرجة فبتقوله هاي أول مرة بروح لأحضر حفلة شارلوت وبدي يوصلها أحساتي من ملابتي وكمان هاللبس لايق عليك كتير بيوصل سيون وبيقابل شارلوت اللي بتروح ترحب فيه وتحكي معه وتتشكره على طلبية الدعوة وبيكونوا البنات ألحظتينها أنها عم تحكي مع سيون العذابي أما لا لا فبتكون مزوجة من البنات اللي واضح أنهم عم بيخططوا لا حب سيون المهمة بتعود شارلوت مع البنات وبتحاول تبلش تسحب منهم الحكي وهي اللي بتفتح سيرة الأميرة التاسلا وأنها كانت متعجرفة وغيره من الأمور لحتى تسهل لهم الكلام عليها بينما لالا بتكون مزوجة كتير من الكلام لأنها طبعا عم ينحكي عنها وبيحكوا لها بالتفكير موضوع الأميرة سمعنا أنه في بعض الأشياء عم تنبابس والسودة هالأيام فهل بتعرفي هالأمور تشعر طبعا شارلوت بالفضول وبتسألهم إذا فيها تعرف وين المكان أو تعرف أمور أكتر عن هالشي وبتحكي لهم لا تخافوا رح أدفع لكم لأنهم بيكونوا متوترين شوي وبتخبرها هيك بعض المعلومات عن اللي عم بيصير وبينما لالا بركزة معهم فجأة بتسمع البنتين اللي هي عندها فضول أكبر عنهم جراتا لاترن وأختها ليلي وبتيجي شارلوت لعندها وبتقولها سوري بس أنا بالعمد دعيت جراتا وليلي لأنهم هم أكتر تنتين ممكن يتمسخروا عليكي ويهزقوكي فبتشعر لالا بالغضب منها وبتحكي لها معلش مو أنت تطوعت إنك تيجي لهيك لازم تسعدي وبتقولها فيها فكرة معلومات إضافية بخصوص السوداء وأفشت الأخت الصغيرة ليلي بعضهم بوحدة من الحفلات وقال إنه صاروا مقاعدين يحكوا كمان عن أخطاء الأميرة والتخبزات اللي خبزتها فإنما لالا عم تولع أكتر من الغضب وتتوعد وتتحلف لاشعلوت المهم وبتخبرها كمان إنه اللي صار إنه ليلي قال على أساس حكت معلومة ما كان لازم تحكيها أو تسربت هالمعلومة وطبعا لالا متأكدة إنه اللي صار بالمعلومة كانت سجرتها وبتقولها العلاقة بين هالأختين غريبة لأنه الأخت الكبيرة غير الشقيقة بتحكي مع أختها عند الضرورة بعكس سجرتها اللي بتحب أختها كتير والمفروض إنه الوضع يكون بالعكس بعدين لالا بتحكي لها مملاحظة إنك عم بتزوضيها بالمسخرة علي مع البنات فبتحكي لها يا سوري ما كان أصد بالمرة وبتكون شارلوت كتير مستمتعوية عم تستفز لالا أكتر بعدين يجي لولا عند سيون وبيخبره شي فبيحكي سيون لالا أتوقع إنه أنا لازم أغادر لأنه أصلا ما في شي مهم عم بيصير هون بس أنت انتبع على حالك وبيطلب من سونيا ما تتركها بالمرة وبيحكي لهم يمكن حتى ما أقدر أرجع أخدكم فاستقلوا العربة وارجعوا وبتحكي له سونيا أوامر المهم بعدين بيجي يبلش وقت الحفلة وبيبلش هاد يحكي إنه هلأ حانت اللحظة المنتظرة وهي غناء سالت طبعا تذهب شارلوت على المسرح وبتبلش تنطلق بالغناء والكل بينسحر بجمالها أولا ومعهم حق وبصوتها اللطيف والرائع جدا وبتكون لالا حتى فخورة فيها هلأ بتقول في شي كتير غريب اللي بعرفه إنه هالشخص هاد عنده ديون كتير فكيف قادر يستأجر ويعمل هالحفلة بمكان كبير لهالدرجة وفعلا تقدر تعرف إنه هلقى سطار لشي تاني أسوأه والسحر الأسود اللي عم يستخدم لورا وبعد انتها الأغنية بتعود لالا مع شارلوت وبتخبرها إنه فيها أكيد صفقة غريبة عم بتصير أثناء العرض ولها السبابية عم بتكون بمكان كبير لهالدرجة بتشعر شارلوت بانتعاج كبير وإنه تم استغلالها وبتحكي إنها رح تورجيهم وبتكون مرعبة لما ينادوها لا ترجع لتكمل الغنى فبتحس لالا إنها تورطت تيمكن وما كان لازم حكتي لها خصوصا لما شارلوت تقولها رح أتأكد إنه رح أعاقب هادوليك الأشخاص بيبلش فعلا القسم الثاني من غناء الأوبرا وبتكون شارلوت ماسكي سيف بيستغربوا الناس من هالشي وبيقولوا واضح إنها رح تقدم أداءها عن طريق السيف وبيكونوا كتير متحمسين لكن لالا بتعرف إنه الحقيقة شي تاني وإنها ناوية عاقب السحرة باستخدام السيف وليك بتركض لحتى تروح لعندها وبتقول شارلوت إنه اللي بيلمس هالسيف رح يطريخ لقناعه ويكشف عن وجهه البشع وبيكونوا الناس منهم متسللين بعض السحرة اللي بيكونوا قاعدين عم بيرقبه وبتضوي حتى هيك إضاءات على الاتنين هدول المثيرين للشك والريبة وببلش تحكي وبتقول لسو الحظ هاي هي نهاية أداء الأوبرا لأن أغنيتي ما فيها تكون مستخدمة لا تغطي عن مستخدمين السحر الأسود بتنزلت لالا وبتحكي أكيد عم تمزح معي ما فيها تحكي هالكلام بايك علانية قدام الكل وقل لي حتى الجمهور رح يطرد بالموضوع وبيبلشوا الناس يحكوا شو اللي عم تقصدوا بالسحر الأسود فهدين بينط واحد هيك مرعب وبيقول عن جد اقدرتوا تعرفوا بالموضوع كنا رح نروح بودوق بس هلأ رح يكون الموضوع صعب ورح نضطر هلأ نستخدم قوتنا تلتفت هيك لالا لا تبحث عن شارلوت اللي بتحكي لهم كيف بتتجرقوا تفسدوا أدائي وما فيني أترككم وكأنه هالشي ما صار بتخاف لالا على شارلوت المتهورة وبتقول عن جد ما كان لازم خبرتها بالمرة وبتقرر إنها تحاول تبلش تستخدم جزء من سحرها اللي كانت مجمعته وبتكون خايف إنها ما تقدر لكن بتحكي ما في خيار تاني بتركز وبتطلق شوية من طاقتها تحبها يطلع بعض السمك القاتل بيخافوا هالتنين وبيقولوا من وين إيجانا سمك مصص دم مثل هيك وحاسس إني دخلت بفاخ وبهالوقت بيقدروا يدخلوا الفرسان حتى ويقبضوا عليهم وكمان يربطوهم باستخدام السحر لحتى ما يقدروا يستخدموا السحر الأسود وبيتسألوا مين اللي قدر يعمل هالأشياء ومين اللي حاول يهزمهم وأصلاً قدر يوقفهم عند حدهم وبيحكوا إنه ما في أي حدا تشاف من الشخص اللي يوقف المستخدمين أما لالا فبتروح وهي راضي كتير عن حالها لأنه أخيراً سحرها بلس يرجع يطلع وإنه كمان طلع وبتقول إنها لازم تتدرب أكتر أما شارلو بعدها بتيجي لعدها وبتقولها عن جد إنك مذهلة وحبيت إنه أمسكنا مستخدمين السحر الأسود وانتهت المقدبة على خير وهلأ يلا لازم ترجعي أما سيون فبيكون بالمكتبة أهد لسه عم يبحث أكتر عن الوضع تعلالها وإذا في طريقة لا يقدر يرجعها وبيتفاجأ لما يشوف النوع الشيف فعلاً ممكن وهلأ خلونا ناخد جولة ونرجع لورا قبل بضع سنين لما كانوا لسه أهل إدو سيون عايشين وقتها بلشت تتغير الحياة بعدما مردت أمه وكانوا الخدم عم يحكوا إنه الدوء تغير وبطل متل عادته وإنه حيوية العيلة بلشت تختفيه وكانوا متسألين إذا كل هذا عم بيصير سبب مرض زوجته أما سيون فكان عنده فضول وراح ليشوف والده اللي كان بالغرطة بحالة مو جيدة بالمرة وكان عم بيهلوسه وبيحكي مع حاله وبيقول بحتاج لشي مؤكد أكتر لا أقدر أنقذ في زوجتي وهو تذكر هالكلام هاد هلأ لايك بيحكي إنه والدي كان كتير وبحث كتير عن أشياء وممكن بيعرف طريقة ليرجع التاسلا لا شكلها الأصلي خصوصا إنه ما ترك نوع سحر إلا ودرسه أو بحث فيه ولايك بيكون عم بيحاول يبحث بالأوراق والكتب الخاصة بوالده أما لالا اللي بتكون جنبه بتكون عم تتساءل شو اللي عم بيفكر فيه به التركيز لهالدرجة فجأة بيفوت لون لعندهم وبيصرخوا بيقول احنا بورطة كبيرة سحرة السحر الأسوات بلشوا يتحركوا تتفاجأ لالا وبتحكي شو وبيخبرهم إنه قاموا بوجود مفاجئ على الفرسان اللي تم إرسالهم على منطقة بلوتو وإنه وضعهم الحالي وضعت شخص واحد وثلاثة جرح بحالة خطيرة بيسأل سيان عن فرصة الشفاء فبيحكي إنه بذلك كل اللي بوسعنا من ناحية الأطباء والسحر بس ما في أي ضمان إنهم يرجعوا بيحس بالغضب والتوتر وبيسأل كم كان عددهم فبيحكوا صعب إنه نتوقع ونتأكد العدد بس حكوا إنه كان ساحر واحد بين صدميك وبيقول بس واحد شكله أقوى مستخدم لسحر الأسود هل عم بضعفوا قوتهم بمعدل سريع؟ وطبعا أقوى واحد فيهم هو داكلان وهو اللي عمل هالشي وبيحكي كمان إنه الغريب إنه اللي صار كان بمنطقة بلوتو وهي نفس المكان اللي اختفت فيه الأميرة التسلا يعني عم يعلنوا عليه الحرب وعم يحكوا إنه برح يكونوا عدوانيين من هلأ وطالع وبيخبره لوين كمان إنه فيه طلب من جمعية السحرة لحضور اجتماع فوري تفاشلها لو بتحكي جمعية السحرة مرة واحدة فبيسأل سيون تمام أنا إذن لازم أغادر تلمسه لالا هيك وبيسألها شو فيه فبتحكي لو أتوقع إنه رح يكون فيه شخص كمان هناك متورد بالسحر الأسود لايك بليس انتبه على حالك فبيبتسم هو وبيقولها حاضر لا تقلقي وابتشار هي بالخجل بيروح سيون وبيحضر الاستماع ويكونوا عم يحكوا طبعا ويتناقشوا عن موضوع السحر الأسود وإنه بس المشكلة ما في كتير معلومات يتم دراستها عن الموضوع خصوصا إنه كان متوقف من مئة سنة وأكتر وبيحكوا إنه حاسين إنه سيون ممكن يساعدهم بالموضوع وبيطلبوا منه يتعاون لحتى يقدروا يحلوا الموضوع وبيسألوا واحد منهم بيحكي ينقال إنه تم العثور على مواد تتعلق بالسحر الأسود وأصر سمو الأميرة وهذا هو الكونتوسلر اللي عم يحكي هالكلام بيشعر سيونه بغضب وبيتطلع في هيك بنط واحد ثاني وبيقول كمان أنا باتفق معي الكونتوسلر وسمعت هيك كلام حتى لو كنت ما بدي أعترف فمعنا خيار إلا إنه نحكي إنه القوة السحرية للأميرة مذهلة فعلا إذن كيف صارت حياتها مهددة هالشي بيثير فضولي بشكل كبير لأنها قوية جدا فما بتوقع فعليا إنه صار لها أي شيء وتوقعنا عملت دراما لحالها وأخفت حالها بالعمد وكل هالأشياء نالهبن فبينط هيك سيونه بيحكي هل هالمكان لا التشهير فبيحكي هاد لا أبدا أنا ما عم بشهر أنا بس عم بحاول أعرف وأحلل كيف رح نتعامل مع الموضوع وما بقبل بهالكلام لا يكتح أغادر المهم سيونه من كتر ما بينزعج بيحكي مع القلعة وأنا أصلا طالع وبيروح يخبر لالا بكل شيء فبتحكي توقعت إنهم يقولوها الكلام بس برضو انزعجت كل الأحوال واتوقعت إنهم يشكوا فيي لأنه كنت بستمتع بحياتي كتعلبل هلأ بس يمكن هالشي خلاني أكون متفألة وأحز إنه الحياة كلها رح تكون متعة بس الحقيقة إنه صار الوقت لا قدر أرجع لجسدي الأصلي وخلص فهيك بيطلع فيها وبيقولها طيب شو اللي رح تعملي لما ترجع لطبيعتك فبتقوله أول شي لازم أفسخ الخطوبة منك بيحسوا هيك بحزن وبيقولها هذا هو أول شي رح تعملي فتحكي له أكيد أنت سعتني كتير ولازم أرد لك الدين فبيحكي له عفوا طبعا كالعادة بيجي لوان يقطع كل المحادثات المهمة وبيحكي إنه في أخبار عاجلة وإنهم اكتشفوا قدلة جديدة بملكية بلوتو وبيحكي لوان إنهم تم اكتشاف هالشي وما بتتبعوا السحر الأسود وبيحكي إنها رسالة كتبتها مجموعة من السحرة إلى صاحبة السمو الملكي يعني للأميرة بتحسيها بالغضب والخوف وبتحكي شو اللي عم بيصير ولا شو عم بسعو وبيحكي إنه هالرسالة واضح إنها عم تستخدم لحتى تشوه سمعتها وقال إنه تم الحفاظ عليها باستخدام السحر الوقائي وما فيها أي تلاعب بس الناس فعليا صاروا متأكدين إنه اختفاء الأميرة تقريبا مجرد مصرحية هي عملتها لحتى تكون القائدة للسحرة تعون السحر الأسود ونها زيفتها الاختفاء وكمان أنا هلأ عم بتم إصدار شهادات مختلفة والناس عم تحكي الخبايص فبتحكي لالا توقعت إنه برضو رح يسوق الوضع بس ما توقعت إنهم رح يستهدفوني أنا وفكرت إنه رح يستهدفو سيهم لأنه شي رح يخلق صدع بين النبلاء فبتحكي لالا أنا متأكدة إنه هو هداك الشخص اللي شفته واللي واضح إنه بيعرف كل الأشياء وكل المعلومات عني وبتشوف لقاءهم الأول لما هالتنين اتلاقوا وحكي لالا ديكلان ليش عم تبدلي كل هالجهد للمجتمع اللي ما بيقدرك ولا بيحبك حتى فحكيت إنه أنا مضطرة أقدم وأقوم بوظيفتي فسألها يعني ما بتحسي بالإحباط مع إنه عم بتعيشي بهالحياة بهالشكل هات فحكيت له لأ علقاء اللي ساتني عايشه وبعد إنت عني فحكي لها ديكلان تذكري إنه رح يتم إثبات كلامي ووقتها فيك تزوريني بأي وقت بالدكية لكن طبعا لالا رفضت إنها تتعاون معه أو تشترك وبيسألها سيان شلي رح تعمله هلأ خصوصا إنه بعدها شارلوت وصانيا كمان بيجتمع معها وشارلوت بتكون كتير معصبة من الكلام اللي عم يطلع عليها وتقولها مو من حتك تشكتي وتسمحي للناس إنها تحكي عنك ولازم تعملي شي لحتى توجيهم إنهم غلط وبيحكي لها سيان خايف إنه يوصل فيهم الموضوع لأنهم يطلبوا حتى يفوتوا ويبحثوا من خلالك وبمكانك وبأصرك فبتحكي تمام أنا ما عندي أي مشكلة وأصلا بوافق على هالشي بينشط مولاهيك وبتقول إنه أنا رح أوقفهم وخالص لأنه زاد الموضوع عن حده ورح أنتقم منهم على كل الأيام السيئة اللي حشتها وفعلا هاد اللي بيصير وبيبلشوا بالتفتيش بالموضوع بينما بيكون سيون كتير متدايق وبيحكي إنه لا لا طلبت مني ما أتدخل بس ما عم بقدر لكن صوفيا بتقرر تدخل خصوصا بالكلام اللي عم ينحكى عن الأميرة إرتسلا وبتحكي صح أنا ما بعرف كتير بخصوص السحر بس بعرف إنه سمو الأميرة قامت بحمايتنا حتى هاللحظة لأيك لو بتحتاجه لضمان فأنا رح أضمنها فينصد موهيك إنه صوفيا هي اللي تأتمت لا تحكي وتدافع عن الأميرة خصوصا إنه هالموضوع عن حادثة السحر الأسود فحكت له ليش هل أنا مكافية ولا الضمان تعي مكافية على قلب النسبة لللي بيحبوا الإمبراطورية وبيحموها لازم ما ننسى كيف بنحترمهم واللي بتعملوا فعليا عار باتجاههم وبعد ما تخلص صوفيا بيروح سيعا لا يحكي معها وبيقولها بصراحة ما اتوقعت إنك تدخل والدافع عنها فبتحكي لازم أردلها الدين وماشاء الله طلعت التسلا عاملة معروف لكل الناس ومفكرة حالة مكروعة المهم تحكي هي إنه حفيظة نخبرها إنه أردسلا كانت أول حدا لاحظ آثار الضرب اللي عم يتعرض لها من خلال الشخص الثاني اللي كان وصي عليه وإنه دانتون حكى لها كل شي والعكبة ما إنه هي اللي ساعدت حفيظها فما لازم تظهر إنها ما تعمل هالشي لا لا بتقول أوكي شكرا معنا كانت تعرف بإنه حفيظة عم يتعرض أصلا لهالأشياء بس عاملة حالها مو شايتة بس بتشعر بالسعادة إنه على الأقل صوفية الصارمة ضمنتها هي الأميرة وبتقول صوفية واضح إنه هذا هو التعلب اللي كانتون عم يحكي عنه وكان كتير مبسوط فيه بس هالعيون بطريقة ما بتذكرني بالأميرة وبتشعرني بالسوق فبيبتسم هيك وبيحكي لها فعلا عيونها فريدة وبتقول صوفية يا حسرة كنت بفكرة إنه رح يكون التعلب ألطف بكتير من خلال وصف حفيظي بس طلع باش شكل وبتغادر بينما لا لا بتعصب منها كتير وبهيك بنكون وصلنا لنهاية الموسم الأول منها الحكاية الجميلة والرائعة جدا اللي أكيد تكملتها رح تعجبنا أكتر لما طبعا ينزلوا الفصول والموسم التاني الحماسي إن شاء الله الرسامة ما بتتأخر علينا ولا الكاتبة وبنشوف إبداع عن قريب وإنتوا شو رأيكم في هالقصة ومين أكتر شخصية حبيتوها وحبيتو خجل سيان ولا حبيتو مزح لالا وتصرفاتها اكتبونا بالتعليقات بنشوفكم في ملخص جديد ولوقت سايونرا